اشتركوا في القناة نجح السلطان مولاي الحسن الأول على نحو مدهش في صيانة هيبة دولته من لوثة الارتماء في أحضان النفوذ الأجنبي والخضوع لإرادته في وقت بلغ تسربه في المغرب درجة كبيرة من الخطورة فقد كان السلطان المذكور منذ أن تسلم عرش المغرب في سنة 1873 وحتى وفاته سنة 1894 يسعى وبكل حزم ومصابرة ويقاظة إلى حفظ تماسك أمته وصيانة وحدة وسيادة بلاده والتصدي لكل المناورات والدسائس الاستعمارية التي تحاك ضد دولته والتي ما فتأوارها يستعر منذ هزيمة المغرب في معركتي إيسلي 1844 وتطوان سنة 1860 فقام بإحداث أجهزة حكومية لم يكن لها وجود قبل عهده حاول من خلالها رصد حركات الدول الاستعمارية وأنشطتها في داخل المغرب وخارجه لمواجهتها وإفشار مراميها التي كانت تنزع إلى تمزيق وحدة المغرب واستعماره ثم ليعتمد عليها في لعب ورقة سياسة التوازن التي تقوم على عدم تفضيل دولة أجنبية على أخرى في نيل الامتيازات بالمغرب والعمل بمبدأ المراوغة اللبقة في تسويف تحقيق رغباتها ومطالبها ثم تذكية نار التنافس بينها من أجل الانفراد بالمغرب حتى تستمر مواجهاتها الدبلوماسية التي كانت تنذر من حين لآخر بقيام صراع مسلح بين بعضها وفي ذلك كله ضمان لاستقلال المغرب وعزة ونفوذ لدولته وهذه الأجهزة الحكومية المشار إليها هي وزير الخارجية وكان يعرف بوزير البحر أو وزير الشؤون البرانية وكان مكلفا بالنظر في أمور المحميين والوساطة بين السلطان وبين سفراء الدول وعقد الشروط والمعاهدات بينه وبينهم وكتابة الرسائل إليهم وإصدار الأوامر العمال فيما يتعلق بإيالاتهم من دعاوى أهل الحماية ومباشرة أمر كل وافد أجنبي ثم النائب السلطاني وقد عينه بطنجة التي أصبحت تعرف بدار النيابة حيث مستقر البعثات الدبلوماسية الممثلة لبلدانها في المغرب وكانت مهمته مفاوضة نواب الدول الأجنبية من عين المكان في القضايا التي بينهم وبين المغرب وحتى يقطع السلطان مولاي الحسن دابر أي تحرش أجنبي ببلاد المغرب قام بتجديد الجيش الذي أبانت الحروب الاستعمارية القريبة من عهده عجز زنظيمه وتخلف تجهيزه وأنشأ ترسانة عسكرية لكي يتمكن من الصمود أمام الجيوش الأوروبية ولكي ينشر الأمن والطمأنينة في ربوع مملكته واستقدم مدربين عسكريين فرنسيين وإسبانيين وألمانيين وإنجليز وإيطاليين وتعدد مصادر هؤلاء التقنيين يؤكد حرص المولى الحسن على تطبيق سياسة التوازن حتى لا يقع تحت هيمنة دولة عظمى واحدة وبعد استفاء غرضه منهم طلب من حكوماتهم سحبهم وبفضل هذه الجهود صار للمغرب جيش نظامي تعداده خمسة وعشرون ألف جندي تقريبا كان السلطان يباشر عرضه وترتيبه بنفسه ويشكل هذا الجيش الوطني النظامي والجرار خروجا عن المألوف في تاريخ المغرب وهو بذلك يعد بحق تنظيما ثوريا وصار للمغرب عدد من مصانع السلاح والذاخيرة أشهرها دار المكينة بفاس وأصبح الجيش يتوفر على بعض الأسلحة العصرية استجلبت من دول أوروبية مختلفة ثم شرع السلطان في تكوين نواة لقوة بحرية تكون مهمتها الذود عن الحدود البحرية من الهجمات الاستعمارية المحتملة ومن أشهر سفن الأسطور الحربي الفتي نذكر سفينة الحسني وسفينة بشير الإسلام بخوافق الأعلام المشهورة باسم البشير وبفضل هذه التدابير الدبلوماسية والعسكرية التي ليس لها من هدف سوى تطويق النفوذ الأجنبي تمكن الحسن الأول من الحد من الأخطار الاستعمارية المحدقة بهيبة دولته فحد من انتشار الحماية القنصلية رغم أن مؤتمر مدريد 1880 لم يستجب لرغبته بحصرها ورفض الترخيص للأجانب بشراء العقار رغم أن مؤتمر مدريد أجاز ذلك وأفشل مساعي الإنجليز بفرض حمايتهم على جزء من المغرب حوالي سنة 1890 وأجبرهم على إخلاء مرسى طرفاية وتصدى بقوة لفرنسا التي كانت تتحرش بحدود المغرب محاولة ابتلاع توات وفيقيق وشنقيق فألزمها على تأجيل تنفيذ مخططها حتى بعد وفاته وبموت المولى الحسن الأول افتقد المغرب وحتى إبرام سك الحماية سنة 1912 الشخصية القوية والحازمة واليقظة ودخلت البلاد نهاية عهد التنافس الأجنبي ليبدأ عهد التوفيق والتراضي بين الأمبرياليات المتربصة بالمغرب فقد اختفى الرجل الذكي واللبق الذي كان يحسن لعب ورقة التوازن ليترك عرشه لشخصية غير متمرسة يحيط بها مجموعة من الوصوليين لم تنبث أن سقطت في شراك النفوذ الأجنبي الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى نسف هيبة السلطان وحصر نفوذه علما بأن سلطته تقوم على الهيبة والنفوذ الأدبي أكثر مما تقوم على القوة والبطش وإلى حلق الفرصة المثالية للمغامرين والمغتصبين فلبد باشر خلفه السلطان مولاي عبد العزيز من السلطة سوى الإسم وذلك طول مدة وصاية الوزير أحمد بن موسى الذي استبد بأمر الملك كله وصار وحده المبدئ المعيد والمصدر المورد لا تكون كبيرة ولا صغيرة إلا بإذنه وكان يدخل على السلطان الطفل فيلقنه كل ما يصنعه فيريه كيف يجيب كل طلب قدم له وكيف يوقعه بعبارات يحفظها له ثم كيف يلاقي فلانا وفلانا كل على حسب مكانته ومع ذلك فقد كان الوزير أحمد شعلة في الذكاء والنباهة سياسيا آية في الدهاء وحسن التدبير ذا حزم وعزم وثبات يشبه السلطان مولاي الحسن الأول في تنظيمه وفي اشتغاله بالجد فلم يكن يعرف عنه إلا الخدمة والعمل لا يريح نفسه وقد وقف نفس موقف السلطان مولاي الحسن من الأطماع الأجنبية فاستغل تنافسها أيما استغلال وبذلك يعد عهده استمرارا للعهد الحسني حتى إذا توفي الوزير الوصي المستبد سنة 1900 وجد السلطان الشاب ذو الثمانية عشر سنة نفسه خاوي الوفاد لا يعرف شيئا عن ختل السياسة ودهائها ولا يدري بأي سلاح يواجه المحيط الإمبريالي الذي يتربص ببلده الدوائر فقد وجد نفسه بعد نزوح ظل باحمد أمام وزارة مقسمة إلى شيع تعج بالوصوليين والانتهازيين وهم يخشون أن تمس مصالحهم الخاصة بأي خجش وشبه متفقين على ضرورة عزل السلطان الشاب غير المتمرس على أعمال الحكم والدفع به إلى اقتراف أعمال تهد من هيبة سلطانه وتفني مدخرات خزينة بلاده فقد كان المولى عبد العزيز بحكم فوتوة عمره وتربيته كابن مدلل من أبيه ومن حريم القصر رقيق القلب ذنية طيبة وسداجة كبيرة عفيفا محبا للهو ممعنا فيه كريما ذكيا متعطشا إلى المعرفة والإصلاح وكانت معلوماته من الضؤولة في مكان لتفريط والده فيه إبان تعليمه ثم كانت الميوعة في الإرادة مصاحبة له في كل عهده وكان قليل الميل والاستعداد للحرب وكان هذا نقصا خطيرا بالنسبة للمغرب فقد كان على السلطان أن يكون عالما وجنديا ولم يكن عبد العزيز لا هذا ولا ذاك ورغم هذه الصفات التي لا نعتبرها مثالب لأن أكثرها مرتبط بالمرحلة العمرية التي يجتازها المولى عبد العزيز وبانعدام التوجيه السياسي بسبب أنانية بطانته وانتهازيتها فإن الظرفية الدولية التي وجد فيها كانت تجعل من قوته ضعفا ومن عزمه تهورا حتى وإن أوتي قوة الحزم والعزم والتدبير وهذا يصدق على خلفه المولى عبد الحفيد فهذه الظرفية كانت تتسم بمستجدات دبلوماسية جعلت المغرب يدخل سرداب العزلة منتظرا مصيره المحتوم الذي ستقرره أوروبا فقد باشرت فرنسا عندئذ سياسة تهدف إلى صرف اهتمام الدول الأوروبية الاستعمارية عن المغرب لتنفرد به فقد عزز ديكلاسي وزير خارجيتها تحالف بلاده مع روسيا وشرع يرصف طريق التفاهم مع بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا فاستقلال المغرب في العهد العزيزي دخل في مرحلة النزع الأخير وقد عجل بذلك اقتراف المخزن لأعمال أوقعته في أحضان الأمبريالية وجعلته يفقد هيبته ونفوذه ويخل السبيل للأدعياء والمغتصبين وهذا هو بيت قصيدنا من هذا الفصل وسوف نذكر بعض هذه الأعمال بتصنيفها إلى أولا قيام السلطان بأعمال تنتقص من هيبته بإعاز من بطانته حتى تستبط بطانة المولى عبد العزيز بالأمر دونه وتتري المكاسب قررت عزل السلطان الشاب وإبعاده ما أنكن عن سدة الحكم فرأت أن تعزز وتستغل حاجته الطفلية إلى اللعب والتسلية وإعجابه إلى حد الإنبهار بإنتاج المدنية الأوروبية لتغرقه بمساعدة بعض المستشارين الأوروبيين أمثال ماكلين وهاريس وبإمرة الوزير المنبهي ببعض المصنوعات الأوروبية المدهشة حتى تدخل السرور إلى قلبه وتستأثر بكل اهتمامه دون شؤون الدولة ويجب أن يطلب إلى أوروبا أن تزيد في هذه التي تستأثر بانتباهه فأصبح قصره أشبه ببازار تراكمت فيه بضائع دولية رديئة اشتريت بأسعار غالية بضائع تعتبر من توافه المدينة الغربية ومظاهر بذخها وتتمثل في الدراجات والسيارات والفونغرافات وآلات التصوير والمرايا والألعاب النارية وآلات قص الأعشاب واللاعات السجائر وبدل عسكرية ولوازم لعبة تينيس وزوارق وكانت هذه الأشياء تستجلب بكميات كبيرة وتبعثر في القصر حتى تتلث فيعاود في طلبها من أوروبا حتى يغتني التجار الأوروبيون الوسطى والذين كانوا يزيدون في ثمنها مستغلين قرمه كما أحيط المولى عبد العزيز بمجموعة من راكبي الدراجات والمصورين والسائقين وصانعي الصواريخ النارية ولاعبي التينيس ليدربوه وقد اندفع السلطان الشاب في هذا الطريق بصورة فاضحة حتى لقد أخذت له عدة صور فوتوغرافية بلباس جينرال إنجليزي أو روسي أو هو متجرد من ثيابه التقليدية يلعب البولو أو التينيس وكان اليهود يبيعون هذه الصور في أنحاء المغرب وقد أدت هذه المؤامرة غارضين اثنين أولهما النيل من سمعة وهيبة السلطان وهو أمير المؤمنين حتى أن كثيرا من أفراد الشعب تهربوا من تصديق هذه الأعمال التي كان يقدف صاحبها في ذلك العصر بالكفر وادعت أن الأوروبيين اختطفوا المولى عبد العزيز الحقيقي وأحلوا محله شبيها له سوزي في حين أذيع في جهات أخرى من المملكة ومنها بعض الجهات الجبلية البعيدة أن السلطان صار نصرانيا وثانيهما الشروع في إثناء مدخرات خزينة الدولة وهو الذي ورث من العهد الحسني خزائن مطرعة بالملايين من الريالات واللويز الذهبي وبذلك ترك الوزراء الانتهازيون والمستشارون الأوروبيون والتجار الجاشعون واليهود المتآمرون الحاقدون السلطان بائسا محطما وسط بلاد ثائرة بخزينة فارغة يحمل كل أوزار أغلاطهم ثانيا عجز السلطان عن حماية الحدود وصيانة الوحدة الترابية بعد الهزيمة الصاحقة للمغرب في معرقة إيسلي سنة 1844 أمام الجيش الاستعماري الفرنسي المنطلق من الجزائر بقيادة بيجو والتي كالت للمغرب ضربة قاصمة أضاع بها حظوته العسكرية التي ظلت مرهوبة منذ ما يزيد عن القرنين فرض على المغرب توقيع معاهدة طنجة سنة 1844 وقد نص بندها الخامس على إبقاء الحدود المغربية الجزائرية على ما كانت عليه أيام الحكم التركي على أن يجري الاتفاق بشأنها في مفاوضات منفصلة وبعد ست أشهر من اتفاقية طنجة تم توقيع اتفاقية ثانية هي اتفاقية لالا مغنية سنة 1845 وذلك من أجل البث في مسألة الحدود التي أشارت إليها الاتفاقية الأولى وقد قسمت الحدود بمقتضى هذه الاتفاقية إلى ثلاثة أقصان القسم الأول تم تحديده من مصب وادي كيس في البحر الأبيض المتوسط إلى ثانية الساسي على بعد 150 كم جنوبا وقد رسمت الحدود في هذه المنطقة على شكل خط مستقيم تقريبا وبهذا التحديد فقد المغرب أراضيه الواقعة غرب وادي تافنى القسم الثاني يمتد من ثانية الساسي إلى فيقيق بالصحراء لم تعين حدوده بذقة وفيه تم تعين القبائل والقرى التابعة لكل الطرفين فأصبح أكثر الأقصام إثارة للنزاعات لأن بعض القبائل التي كانت تتألف من جماعات كبيرة كانت بطونها موزعة بين المنطقة المغربية والمنطقة الفرنسية مثل قبائل ويلد سيد الشيخ وباني سناسن وفي هذا القسم اغتصب الطرف الفرنسي كثيرا من القرى والقبائل المغربية وضمها إلى الجزائر القسم الثالث يقع جنوب في جيل أصر الطرف الفرنسي على أن لا يعين حدوده وقبائله بدعوى أنه صحراء لا حياة فيها وأشبه ببحر وبذلك فهو يعتبر أرضا مشاعة للطرفين وليست تابعة لأحد وتعد هذه الاتفاقية في رأي الكثير من المؤرخين اتفاقية جائرة سلبت المغرب من بعض أراضيه لتضم إلى مستعمرة فرنسا في الجزائر فكانت أول وثيقة تتحدث عن بداية فقد المغرب لجزء من أراضيه وبالتالي استقلاله وتعد أخطر معاهدة في تاريخ العلاقات بين الدولتين المغربية والفرنسية فهي بدلا من أن تحل مشكلة الحدود عقدتها إذ لم تضع حدودا ثابتة وواضحة فتركت بابا واسعا للمشاكل إن عدم تحديد الحدود بكيفية دقيقة كان يتجاوب مع الخطط الكولونيالية الفرنسية الهادفة إلى احتلال المغرب ودمجه في إمبراطوريتها المترامية الأطراف في شمار غرب إفريقيا وبهذا الشأن كان يتجاذب فرنسا الاستعمارية اتجاهان رئيسيان وإذا كان مختلفين في الظاهر فإنهما متكاملين في العمق وسيحكمان تصرفات فرنسا في مشاكل الحدود وهذان الاتجاهان هما الاتجاه الأول ويمثله العسكريون في الجزائر ويدعو إلى القيام بعمل عسكري حاسم وفعال إلى منطقة الحدود لمد النفوذ الفرنسي حتى نهر ملوية وفي غيغ وإلى وضع حدود دقيقة جنوب كينية الساسي ثم القيام بتوزيع القبائل بشكل يضمن تفادي تجدد الحوادث والمشاكل وكان أنصار هذا الاتجاه يسعون إلى إلقاء كامل المسؤولية في كل ما يقع على الحدود من حوادث على عاتق المغرب وحده وبالتالي فتح باب فرص جديدة تتيح للجيش الاستعماري التحرك من جديد لاقتناص أجزاء من تراب المغرب باسم الأمن والنظام الاتجاه الثاني يدعو إلى الإبقاء على الحدود كما هي دون تخطيط أو تحديد ورغم أن أصول هذا الاتجاه توجد في معاهدة للا مغنية إلا أن هذا الاتجاه تبلور أكثر في نهاية القرن التاسع عشر ولعل أبرز ممثلي هذا الاتجاه هو وزير الخارجية رانكتون الذي كان يقول لا ينبغي الاعتراف بحق السلطان المغربي على أراضي لا يملك فيها سوى سلطة اسمية أراضي يمكننا في يوم ما أن نطالب بها خاصة إذا انتهت دراسة الخط الحديدي عبر الصحراء إلى نتائج عملية وتنفيذ خطة هذا الاتجاه تكسب فرنسا نجاحا مزدوجا فمن ناحية يتيح لفرنسا إمكانية التوغل داخل التراب المغربي وقدم أطراف منه دون أن تخشى ردود فعل الدول الاستعمارية ما دام من الصعب اعتبار هذا العمل اعتداءا صارخا على سيادة المغرب لانعدام وجود حدود دقيقة ثابتة بينه وبين الجزائر ومن ناحية ثانية فإن فرنسا سوف تستفيد من حق المطاربة وهو حق معترف بممارسته للطرفين المغربي والفرنسي إلا أن فرنسا ظلت المستفيدة الوحيدة منه بل أكثر من هذا ستتوسع في استخدامه بحيث لم يعد يشمل فقط القبائل الجزائرية الثائرة ضد الاستعمار بل أصبح يشمل القبائل المغربية وعلى أرض المغرب وفي سنة 1878 عندما ظهر مشروع المهندس دوبونشيل عن إمكانية مد سكة حديد تربط بين الجزائر وتنبكتو عبر الصحراء فإن فرنسا شرعت تعد الترتيبات للتواغل في إقليم توات إلا أنها أرجأت مشروعها لأن هذه الفترة تميزت باحتدام التنافس بين الدول الاستعمارية للسيطرة على ما تبقى من مناطق حرة ثم إن مركزها كان في سنة 1883 في أضعف حالاته فقد كانت تعيش في عزلة دولية شنيعة إذ كانت تواجه أحلافا بقارة أوروبا وفي المغرب كانت حركاتها محسوبة بسبب المراقبة الشديدة لمنافسيها على المغرب بريطانيا إيطاليا ألمانيا إسبانيا وبسبب قوة شخصية السلطان مولاي الحسن الأول ويقظته فقد كاتب السلطان المذكور ممثلي الدول الأوروبية بطنجة مطلعا إياهم على الأطماع التوسعية الفرنسية في توات ومدللا إياهم على مغربيتها وقام بتعزيز حامية في جيغ ووجه حاميات عسكرية إلى تيد كلت وعين عاملا جديدا على كوارة سنة 1892 بإقليم توات ومن جهتهم فإن سكان هذا الإقليم بعثوا بوفود عنهم إلى حضرة السلطان لتجديد الصلة والطاعة وفي سنة 1892 قام السلطان الحسن الأول بزيارة لتافي لالت يسحبه جيش جرار فأسرعت قبائل الجنوب الصحراوي بإرسال الوفود معربة عن ولائها وطاعتها وفي انتظار الفرصة السانحة وحتى تجني باكورتها بكل اطمئنان فإن فرنسا قامت بتحركات لتليين موقف خصومها الأوروبيين على رأسهم بريطانيا وإسبانيا فقامت في سنة 1890 بإبرام اتفاق مع بريطانيا بخصوص اقتسام قارة إفريقيا فاختست فرنسا بالمنطقة الواقعة شمال خط يمتد من ساي على نهر النيجر إلى باروه على بحيرة تشاد واختصت انجلتيرا بالمنطقة الواقعة جنوبه والملاحظ على هذا الاتفاق أنه لا يشمل أراضي الإمبراطورية المغربية الممتدة من طنجة حتى نهر السنغال فهي تبقى خارجه عن نفوذ الدولتين ثم إن هذا الاتفاق لا يترك لفرنسا سوى شريطا ضعيفا من الصحراء ولعل فرنسا كانت ملزمة بهذا السخاء مقابل أن تشتري سكوت بريطانيا حينما تشرع في تعويض ما ضاع منها بجزء أو بأجزاء من صحراء المغرب المترامية الأطراف ثم قامت فرنسا في سنة 1900 بتوقيع اتفاقية أخرى مع إسبانيا تحدد الممتلكات الإسبانية في صحراء المغرب الغربية بوادي الدهب وفي سنة 1904 وقعت اتفاقية أخرى بين الدولتين ملحت فيها فرنسا غريمتها إسبانيا منطقتين صحراويين آخرين في الغرب أيضا هما منطقة الساقية الحمراء ومنطقة طرفاية بينما احتفظت بباقي الصحراء التي تمتد حتى نهر السنغال وقد وقعت هتين الاتفاقيتين وفرنسا وإسبانيا لا تحتلان شيئا من المنطقة الصحراوية بل كانت تكتفيان بالاستيلاء عليها في الخرائط وبعد ذلك جاءت الفرصة السانحة لتحقيق التوغل الاستعماري في تواتف وكانت مزدوجة فمن جهة انشغلت بريطانيا في حرب البوير بالترانسفال بجنوب إفريقيا والتي امتدت من 1899 إلى 1902 ومن جهة ثانية توفي الوزير الوصي أحمد بن موسى سنة 1900 وهو شخصية قوية اتبعت نفس أسلوب السلطان مولاي الحسن في مدافعة الأطماع الاستعمارية وبذلك أصبح الباب مفتوحا وما على فرنسا إلا أن تلجه في طمئنان فجردت فرنسا حملة عسكرية باسم تأديب المعتدين المغاربة على بعثة الجيولوجي المستكشف سلامان واستولت في 1900 على عين صالح وتيد كيلت وإكلي وتميموم وسقطت تواتس سنة 1901 بعد معركة مع المجاهدين سقط فيها عدد غفير من القتلى جعلت كوتي يصفها بقوله لا أعتقد أنه وقعت في التاريخ مجزرة مماثلة كالتي جرت سنة 1901 وأضاف إن الثعالب والعقمان كبر عليهم الأمر نظرا لكثرة الجثث فكل السكان وجميع رؤسائهم قد أبيدوا وقد عزم السلطان مولاي عبد العزيز على إثارة مسألة توات على نطاق دولي ولهذا الغرض أوفد السفارتين مغربيتين إلى أوروبا الأولى إلى لندن وبرلين وعلى رأسها وزير الحرب المنبهي والثانية إلى باريس وبيترسبورغ وعلى رأسها وزير الخارجية ابن سليمان وقد فشلت السفارتان في تحقيق المهم المنوطة بهما وكتب السلطان رسالة شخصية إلى الملكة البريطانية فيكتوريا واقترح فيها على الملكة المذكورة أن تقنع الحكومة الفرنسية بوجوب تعيين الحد النهائي بين المغرب والجزائر بحيث تتعهد الحكومة الفرنسية ألا تتعداه وفعلا أبلغت فرنسا باقتراح المغرب فكان جوابها غامضا ملتويا كعادتها دائما كلما طلب إليها تحديد الحدود بكيفية واضحة وأخيرا وبعد فشل كل المساعي إذ طر السلطان إلى التسليم بالأمر الواقع والاعتراف به في باريس بتوقيع وزير خارجيته على بروتوكول 20 يوليوز 1901 وفي الجزائر بتوقيع محمد الجباس على اتفاقيتي 20 إبريل وسبع ماي 1902 وقد لخص وزير الخارجية الفرنسي ديل كاسي مكاسب فرنسا بقوله حصلت على اعتراف بشرعية وجودها في الواحات وكذا في وادي زوسفانا ووادي الساورة حيث سيمر الخط الحديدي وقد حصلت فرنسا على هذه النتيجة دون أن تعطي بالمقابل أي تنازل عن المبادئ التي تمنعنا من الحصول في هذه المنطقة على حدود وطيدة يستشف من هذا التصريح أن أجزاء من التراب المغربي قد اقتطعت وضمت إلى الجزائر الفرنسية ولم يحقق المغرب الذي طالما تعطش إلى تحقيقه وهو تعيين الحدود بكيفية واضحة ودقيقة والحقيقة أن قبول فرنسا بطلب المغرب الخاص بتحديد الحدود يعتبر إذن ما سحقق خطأا شنيعا كما يقول المؤرخ جوليان إذ سيعمل على شل مبادراتها التوسعية واستعداء الدول الاستعمارية الأخرى عليها ففرنسا بتمسكها بسياسة الزحف عبر الحدود كانت تسعى إلى أهداف كثيرة نذكر منها أولا السعي إلى اجتثاث جذور المغرب من إفريقيا إذ تربطه بها صلاة وثيقة بحكم امتداد ربوعه حتى نهر السنغال وبسيطرته على أهم الطرق الموصلة إلى قلب القارة قد طريق المارة من فيجيغ إلى توات وإلى تنبوكتو والطريق من كولمين إلى تندوف إلى أدرار إلى نهر السنغال وقد رأى الاستعمار الفرنسي أن يستولي على الصحراء في المغرب من أقصى جنوب غرب الجزائر ومن شمال السنغال ليتم قطع أوصاله مع إفريقيا وتطويقه من كل جانب حتى يصبح لقمة سائقة يسهل ابتلاعها ثانيا السعي إلى مد النفوذ الاقتصادي الفرنسي في إفريقيا فقد كانت فرنسا تستعجل تشييد سكة حديد تربط الجزائر بتنبوكتو عبر الصحراء للوصول إلى قلب القارة الصمراء وغزو سوقها المكون من مائة مليون مستهلك ولإجراء اتصال بين الجزائر ومستعمراتها في غرب القارة الإفريقية ثالثا السعي إلى احتلال المغرب فكان الاستعمار الفرنسي في الجزائر يرى في الحدود مركزا أماميا للتغرغل بصورة سلمية أقل أو أكثر في المغرب ولن يتوقف هذا التغرغل حتى يطبق على المغرب ويبلغ حده الطبيعي وهو الأطلنطي ولتنفيذ نصوص الاتفاقات الفرنسية المغربية شكلت لجنة مشتركة لتنظيم مناطق الحدود وتقرير مصير قبائل توات ووضع الترتيبات الأولية لفتح الحدود المغربية في وجه تجارة الترانزيت الفرنسية ويذكر المؤرخ جوليان أن فرنسا بهذا التنظيم المشترك حققت عذة مكاسب فهي قد حافظت على وجود المخزن في المنطقة واعترفت بتسرب النفوذ الاستعماري في الواحات وبتعهد فرنسا ببدل المساعدة حتى يبسط نفوذه في منطقة الحدود فإن الجيش الفرنسي سيصبح القوة الضاربة في المنطقة وبذلك سوف يفرض وجهات نظره على الطرف الآخر القاصر وهو المغرب وسوف يحول التدخلات لفائدته ويقول الأستاذ محمد خير فارس كانت هذه الاتفاقات بجملتها انتصارا للسياسة الفرنسية فقد وطدت ما حصلت عليه فرنسا بوسائل غير مشروعة من ناحية كما فتحت مجالات جديدة للنشاط الفرنسي في هذه المنطقة وإذا ضعف سلطة المخزن في المنطقة بسبب أوضاع المغرب فإن فرنسا أصبحت مطلقة اليدين فيها فقام جونار الحاكم العام في الجزائر بمهاجمة قصور في غيغ وفرض على الأهالي في القصور تسليم رهائن وغرامة مالية وبنادق حربية وحرية دخول الرعاية الفرنسيين وعين اليوطي قائدا لعين الصفراء ليوسع نطاق الأمن فيتجاوز الحدود الجزائرية إلى ما وراء الحدود المغربية نفسها ليؤسس ماركزا كولم بشار وفورتاسا وبريغينت ويرى المؤرخ جوليان أن هذا التغلغل الفرنسي الجديد عبر الحدود كان تحولا جديدا وأضيف بل وخطيرا في تاريخ المغرب وهذا ما أدركه السلطان مولاي عبد العزيز كما أدرك أن هذه المسألة أصابت حيبته ونالت من حقوقه فقد اعتبر الشعب المغربي هذا الاقتطاع الجديد لجزء من أرضه بمثابة جرح أصاب جسمه وخسارة كبيرة لاحقت بدار الإسلام بتخلي أمير المؤمنين عن وظيفته كأمير للجهاد ونتيجة لعجز المخزن ظهرت حركات جهاد ومقاومة شعبية في المناطق المهددة بالزحف الاستعماري ففي الجنوب الشرقي للصحراء اتفقت القبائل الصحراوية على تعيين سعيد البخاري كقائد للجهاد وفي صحراء الغربية حيث كانت فرنسا تقوم بأعمال استكشافية من السنغال تمهيدا لاحتلال شنقيط موريطانيا التفى المجاهدون حول الشيخ ماء العينين وفي الريف نظم المقاومة محمد أمزيان لمدافعة التحرشات الإسبانية ومثل هذه الوضعية تشبه إلى حد كبير تلك الوضعية التي آل إليها المغرب في عهد الوطاسيين عندما عجز المخزن عن حماية البلاد من الغزو الإيبيري فانبارت له المقاومة الشعبية من هنا وهناك من التراب المغربي ومثلما أفرز في العهد الوطاسي عددا من الوصوليين والأدعياء فإن عجز المخزن في العهد العزيزي أفرز أدعياء ومغتصبين ادعوا الجهاد وتحرير البلاد من سطوة الأجنبي لتحقيق مآرب شخصية ثالثا عزم السلطان على القيام بإصلاحات ترى فيها المعارضة بيعا لدار الإسلام إلى دار الكفر بوفاة الوزير إبا أحمد يبدأ العهد الحقيقي لحكم السلطان مولاي عبد العزيز 1908 وقد وجد في وزارته ثيارين متعاكسين الأول يميل إلى الأخذ بإصلاحات على طريقة الأوروبية ويؤثر الاعتماد على إنجلترا وفرنسا وألمانيا في تحقيقه وكان على رأس هذا التيار وزير الحرب المهدي المنبهي والثاني يدعو إلى المحافظة على الأصول والتقاليد والتشبت بالتراث في استلهام المبادئ والخطط وكان على رأس هذا التيار الوزير الصدر الحاج المختار ابن عبد الله ووزير المالية محمد التازي الرباطي وقد استطاع التيار الأول أن يفرض نفسه لأن السلطان كان يتوق إلى الإصلاح ويتعشقه نظرا لإعجابه الشديد بمدنية أوروبا ولأنه كان يرغب في إتمام عملية التحديث التي بدأها أبوه ثم لأن وزير الحرب المنبهي كان قوي الشكيمة وذا سطوة ونفوذ على الحكومة الشريفة أتاحت له إزاحة معارضيه والتخلص منهم جميعا سنة 1902 وتغليب رأيه وقد قرر السلطان مدعوما بحكومته الإصلاحية السير على طريق أبيه في تقوية الجيش المغربي باستدعاء ضباط إنجليز وفرنسيين وفكر في شروع إبدال وسائل النقل التقليدية بوسائل عصرية بمد سكك حديدية في أنحاء مختلفة من مملكته ثم مباشرة إصلاح الموانئ وطريقة جباية الرسوم الجمركية وكان يرغب في قطع الطريق على تحرشات الأجانب ببلاده بذريعة الإغتيالات التي كان يتعرض لها مواطنيها والتي كانت تزعج المخزن وتكلفه المال والكرامة ثم عزم السلطان على إصلاح جهاز الدولة بإلزام وزراء حكومته وسائر موظفي الدولة على أداء القسم على كتاب الله على أن يمتنعوا عن قبول ملحة تسمح لهم بالحصول على ملكية جزء من أملاك المخزن أو أي إنعام أو هدية وأن يقوموا بواجبهم بأمانة وأن لا يذيعوا أسرار الدولة أو يخونوها وخصص رواتب ثابتة لهؤلاء وتوعد المخالفين بالعقاب والفصل واتفق السلطان مع حكومته على إخراج ضريبة الترتيب التي نصت عليها توصيات مؤتمر مدريد سنة 1880 إلى حيز التنفيذ فحذف سنة 1901 جميع الضرائب التقليدية وهي الزكاة والعشور والنايبة وأصدر نشرة تؤكد عزمه إصدار ضريبة عامة ثانوية يلزم بآدائها جميع رعايا مملكته أشراف وعوام أغنياء وفقراء مدنيون وعسكريون أجانب ومحميون وستحدد قيمتها بحسب ثروة الملزم بها وأن إحصاء عاما قد تقرر لجرد ثروات الرعايا وما يملكون من عقار وماشية وكان من المفروض تطبيق هذا الإصلاح الضرائبي بسرعة لأنه سيصطدم بكثير من المصالح التي من شأنها أن تواجه بالرفض والمقاومة لكن جميع هذه المشاريع الإصلاحية أجهدت برفض الشعب لها فعندما تسرب خبر مشروع إنشاء ثكة حديد بين فاس ومكناس فارت تائرة القبائل المنتجعة بالمنطقة وعندما عزم السلطان الذهاب على متن سيارة من فاس إلى مكناس ليعرف مواطنيه بهذه الوسيلة وبحسناتها ويكون لهم قدوة في استعمالها كان رد الفعل شديدا فقد استنقر أهل مكناس ذلك وعندما أعدم أحد رعاياه بسبب قتله لمواطن إنجليزي قيل أنه دنس ضريح مولاي إدريس واستنكر حوادث الإغتيال التي أدت إلى احتلال وجدة البيضاء والشاوية بوصف مرتكبيها بالأندال المتوحشين فإن السلطان وصف من طرف معارضيه بأنه أصبح دمية تتحرك وفق رغبات الأجانب وعندما أعلن عن نيته في تطبيق مشروع الضريبة الوحيدة العامة التي تعتبر خطوة ثورية من شأنها إنقاد السواد الأعظم من الرعية من مظالم دوي النفوذ والجاه فإن مشروعه استنكر بشدة من قبل المحافظين المنتفعين ودوي الامتيازات والأغنياء والتجار لأنهم رأوا فيها أداة لنهب قسط من ثرواتهم ومداخلهم وثار ضدها الفقراء والشرفاء والزوايا وقبائل الجيش لأنهم كانوا معفيين من أداء الضرائب التقليدية وحكم عليها العلماء بالبطلان لأنها منافية لتعاليم القرآن والسنة وما طل السلك الدبلوماسي بطنجة في إعطاء الترخيص باستخلاصها حتى سنة 1903 لأن المادة الثانية عشرة والثالث عشرة من معاهدة مدريد ترهن تطبيقها باتفاق مع ممثلي الدول الأجنبية بطنجة وعندما شرع المخزن في تطبيق ضريبة الترتيب سنة 1904 كان الوقت متأخرا إذا اجتاحت البلاد ثورات ثم أنه لم يكن لذى الخزينة من المال ما تدعم قوة فرضها إذا حرمت من استخلاص الضرائب التقليدية إذا حرمت من استخلاص الضرائب التقليدية منذ إلغائها سنة 1901 وبذلك ذهبت جهود السلطان الإصلاحية سوداء ولم يجن منها سوى النقمة على شخصه والانتقاص من هيبة نفوذه وبالإضافة إلى الأسباب المشار إليها آنفا أدرج أسبابا أخرى هي أولا إن وزراء حكومة السلطان لم يكونوا جادين في مسعاهم الإصلاح بأنهم كانوا يخشون كل إصلاح من شأنه أن ينال من نفوذهم ويقلل من مكاسبهم ثم لأنهم كانوا يعملون لمصلحة الأجنبي أكثر مما يعملون لمصلحة بلادهم فوزير الخارجية عبد الكريم ابن سليمان وشيعاته كانوا يميلون إصلاحات تقوم بها فرنسا ووزير الحرب المهدي المنبهي وشيعاته كانوا يميلون إلى إصلاحات تقوم بها بريطانيا وألمانيا ثانيا إن المعارضة الدينية كانت ترى أن كل عمل أو إجراء يقوم به المخزن ولا تسوقه الشريعة الإسلامية يعتبر باطلا ومرفوضا وإن كان فيه نفع عميم للمسلمين وكانت ترى ضرورة وقف كل تعاون مع الأجنبي كيفما كانت خدماته لأن الأجانب هم سبب همومنا وإليهم يرجع تأخرنا وفوضانا وصراعاتنا الداخلية وفقدان استقلالنا وخرابنا فأي نفع أتوا به وما هي العلوم الجديدة التي علمونا وما هي المكاسب التي جنيناها من هذه العلوم في حين يمكن الاستغناء عنهم ثالثا إن الدول الاستعمارية كانت تعارض إنجاز الإصلاحات في المغرب ومنها فرنسا التي خشيت ازدياد نفوذ بريطانيا فيه لأنها كانت مرشحة لتنفيذ كثير من المشاريع الإصلاحية وقد صرح وزير خارجية فرنسا بهذا الصدد بقوله أن فرنسا وجدت نفسها إزاء أقوى وأخطر محاولة حتى الآن لسياسة النفوذ الإنجليزي في المغرب بواسطة مجموعة من الإصلاحات التي تقوم بها إنجلترا أو تحتفظ لنفسها بتوجيهها إن الشعب المغربي كان محقا في موقفه من الإصلاحات العزيزية لأنه كان بحاجة إلى حملة تطهير لاستئصال العناصر الانتفاعية العميلة للاستعمار حتى يتضح مسار الإصلاح ثم لأن الشعب وجمهرة العلماء كانت تدرك كونها رؤية الأجنبي للإصلاح والذي لا يعد فتح منافذ جديدة لتطويق المغرب المستضعف وغرس مخالبه فيه وبذلك يفشل الإصلاح ويتحرج موقف السلطان وتدعي المعارض أن السلطان باع نفسه للكفار وأنه يسعى إلى تمسيح المغرب مما خلق جوا مناسبا لقيام ثورات خطيرة كادت تطيح بالعرش العلوي رابعا الحكومة الشريفة فيها محميون انتهازيون كان يحط بالسلطان الشاب مجموعة من المنتفعين النافذي الإرادة كانوا يكيدون للدولة ويعملون للأجنبي وقد زلزلوا سلطته في أعين رعاياه وفي وقت كان يحس فيه بنقص معرفته بأمور الدولة وبجسامة المسؤولية الناجمة عن ظروف البلاد الحاضرة وعوض أن تستجمع الحكومة نشاطها وتصرفه في مجابهة المشاكل الداخلية والخارجية فإنها أهدرته في حبك الدسائس للإطاحة برؤسائها وقد تأثر المولى عبد العزيز بهذا الجو المشحون فأصبح كالضائع وسط تيارات متضاربة يمثلها رجال محنكون تدفعهم مطامح شخصية وتأثيرات أجنبية وإذا كان لنا أن نضرب مثلا عن رجالات الحكومة فلنأخذ وزير الدفاع المهدي المنبهي كان المهدي المنبهي من أقرب المقربين إلى الرجل الحديدي الوزير باحمد لا حجاب دونه في مرضه في غيره فقد كان ساعده الأيمن في قمع وتأديب قبائل الحوز وكان المنبهي يتملق سيده بقضاء بعض شهواته فحين عرف محبته للسمك رتب بغالا قوية بين الحمراء مراكش والجديدة تأتي به في ليلة ويقدمه له كان المنبهي أول عارف بخبر موت الوزير ابو أحمد وأول من نعاه إلى السلطان المولى عبد العزيز وخلال النعي استأثر بتفكير السلطان الذي لم يكن ذا خبرة في الحكم فظهر من وقته آمرا ناهيا وكان أول عمل قام به هو التنكير بأهل الوزير المتوفى فألقى القبض على كل آل أحمد فغرب عزهم في لحظة ونقل أموال الدولة التي كانت مصونة بقصر الباهية خوفا عليها من تبذير السلطان إلى دار المخزن وصرق منها نحو الثلثين أو أكثر ليصرفها في تقوية نفوذه بشراء ظمائر أدنياء النفوس حتى صارت له منهم حاشية طويلة يتبعه منها نحو أربعمائة بغلة يذهبون معه حتى يدخل داره كما يصاحبونه عند الغدو وأخذ يستكثر في صفوفه كل من تصر إليه قوته كقواد القبائل واستولى على وزارة الحرب فصار وزيرا للدفاع وأبعد الوزير الصدر الحاج المختار ابن أحمد عم الوزير الراحل ابن أحمد ودفع بالفقيه محمد المفضل غريط لشغل هذا المنصب وكان يشغل في العهد السابق وزيرا للخارجية ومن صفاته أنه كان يتظاهر بالبلادة وبطء الفهم ولكنه في الحقيقة كان ثعلبا ماكرا فالمنبه أحسن استغلال الظروف فصار في لحظة عين المستحوذ على كل شيء بيده الحل والعقد يتحكم في أمور الدولة ويوجه دفتها بكثير من التهور يبذر أموالها ذات اليمين وذات الشمال وهو يدرك أن بلاده تجتاز ظرفا حاسما ليهمه سوى ترسيخ قدمه في القصر والحيلولة بين السلطان وأمور الدولة بإغراق قصره بأشياء غربية تافهة من منتوجات الغرب حتى تلهيه وتشغله وتعزله وعوض أن يعمل المنبه لمصلحة بلاده صار يعمل لمصلحة إنجلترا ومن حبه لها وتفانيه في خدمتها دخل في حمايتها ليسيء أكثر إلى بلاده وإلى هيبة سلطانها خصوصا وأن العلماء والمفكرين قد حملوا على المحميين حملة شعواء فهذا أبي حامد المشرفي يوصي المغاربة بمقاطعتهم فيقول فواجب على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن لا يجالس أهل الحماية ولا يصادقهم ولا يآكلهم ولا يعاشرهم ولا يناكحهم وأن يوصي كل من لقيهم بمجانبتهم ومباعدتهم وترك معاملتهم رضعا لأمثالهم لأن هذا المنكر وهو التعلق بالعدو من أعظم المفاسد في الدين التي يتعين فيها الزجر والتغليظ ومن أعان المحتمي أو عاشره أو خالطه أو أرضته حالته فهو فاسق ملعون وهذا أبو المواهب جعفر الكتاني يقول فثابت بهذه الآيات القرآنية التي هي الدلائل اليقينية وما نقلناه عليها من كلام الأئمة وأهل التفسير صحة ما ذكرناه من تحريم موالات الكفار والاحتماء بهم وبلوغ ذلك الغاية في القبح وأنه من العظائم المؤذنة بكل رذيلة ومن خالف الآن في هذا التحريم أو رام الخلافة فهو مارق من الدين ومنخرط في سلك الملحدين ومخالف لجماعة المسلمين ومحجوج بما لا مدفع فيه لمسلم أبد الآبدين فالمحتمي في نظر العلماء ومن ورائهم الشعب المغربي المتدين هو شخص كافر مارق ملحد ملعون تجب مقاطعته في كل شيء وقد يهون الأمر إذا كان الشخص المحتمي من الدهماء ولكنه يصبح غير ذلك إذا كان المحتمي شخص يقوم بمسؤولية خطيرة ويكون أحد وزراء السلطان الذي هو رأس الأمة وحامل مل والدين فلا شك أن جاريرته ستصيب هيبة السلطان بتصدع خطير لا يمكن ترميمه وبالتالي سيكون ذريعة لقومه المغتصبين والأدعياء في هذه الظروف ولدت ثورة بوحمارة وترعرعت وتقوت وعلى عناصرها سيؤسس مضمون دعايتها التي نجحت في استقطاب عدد كبير من القبائل إلى نصرتها الفصل الثاني أطوار ثورة بوحمارة مدبر الثورة وزعيمها هو الروكي الجيلاني بن عبد السلام اليوسفي الزرهوني المكنى بأبي حمارة وهو أحد المداشر الشهيرة بجبل زرهون بأحواز مدينة فاس كان مولده في نهاية العقد السادس من القرن التاسع عشر حوالي سنة 1865 أو 1868 بعثت به أسرته وهو حدثا إلى العاصمة العلمية فاس وفيها تلقى تربية ممتازة فكان أحد أفراد فريق الطلبة المهندسين الذي أوكل السلطان الحسن الأول مهمة تعليمه وتدريبه إلى القبطاني توماس أحد ضباط البعتة العسكرية الفرنسية المكلفة مع غيرها من البعثات العسكرية الأجنبية بتدريب جيش السلطان تدريبا يوافق مستجدات العصر العسكرية ولعل الجيلاني لم يتوفق في تدريبه الأمر الذي يفسر تواضع الوظائف التي عمل بها ولا شك أنه قد غنم من تعليمه رصيدا ثقافيا لا بأس به فكان ذا معرفة بأمور الدين والشرع وذا إلمام بعلوم التنجيم والتوقيت والحساب وهي علوم كانت تدرس لطلبة المهندسين وقد عمل الجيلاني عونا للقائد عبد الكريم ولد أبا محمد الشرقي وصار كاتبا أو مخزنيا لخليفة السلطان بفاس الأمير أبي حفص عمر ابن السلطان الحسن وأخ السلطان عبد العزيز ولكنه لم يكن نزيها في عمله فقد أودع السجن لمدة عامين بسبب تزويره توقيع الخليفة السلطاني أو توقيع السلطان وصنع صورة لطابعه الشريف وفي السجن التقى بالمهدي المنبهي ومحمد آنفلوس وتبرهن فعلته النقراء هذه التي تعتبر وبحق خيانه أنه كان يتوق وبلهفة إلى تحقيق حلم عزيز المنال وهو اغتصاب السلطانة ومما يؤكد هذا ويدعمه أن الجيلاني الزرهوني الضليع في أمور السحر والشعوذة والتعرف على ما يسمى بأسرار الحروف كان يتسلى مع رفيقيه المشار إليهما في السجن بكشف الطالع لاستشفاف مستقبلهم فكان محمد آنفلوس يقول بأنه سيصير كبيرا متبوعا ويقول المنبهي بأنه سيصير وزيرا ويقول صاحبنا بحمارة بأنه سيكون ملكا ومما ساعده على بناء هذا الحلم هو صفات كانت في شخصيته فكان جصورا ماكرا محنكا تعرف بسبب خدمته في دار المخزن القصر الملكي على الكثير من أعرافها وصبر الكثير من خبايا رجالاتها فملازمته للأمير أبي حفص عمر ككاتب جعلته يقف على الكثير من أسرار القصر وتقاليده ويتعرف على أمرائه ورواده ويدرك سخط وامتعاض الأمير عمر والأمير محمد من تولية أخيهما الأصعر الفتى عبد العزيز كما أنه ولا شك كان بطريق أو بآخر ملما بجل حيثيات الوضعية العصيبة التي كان يجتازها المغرب فكان كغيره من الانتهازيين يتصيد الفرصة السانحة ليضرب ضربته وجاءته الفرصة الذهبية بوفاة الوزير الوصي باحمد سنة 1900 ونقمة الشعب على السلطان بسبب سلوكه الشخصي وسياسته الإصلاحية ثم بصعود رفيقيه في السجن إلى أعلى درجات السلم فقد غدى المنبهي وزيرا للحرب وأصبح بيده الحل والعقد في حكومة السلطان وغدا محمد آنفلوس عاملا على حاحة فرأى الجيلاني أن يتملق صديقه المنبهي لعله يجود عليه بوظيفة تكسبه حضوة ونفودا ولكنه لم يصادف من المنبهي قبولا حسنا فغضب وأقسم ليرجعن أميرا حيث صار رفيقه المنبهي وزيرا ومن يوم خيبته طفق الجيلاني يجول بلاد المغرب الشرقي راكبا أتانا شهباء ومنها جاءت كونية بوحمارة في صفة ناسك متقشف يدعو إلى الله وهو في الحقيقة يبحث عن المكان الصالح لإعلان فتنته ثم دخل الجزائر بإعاز من بعض الجواسيس الجزائريين الذين كانوا في خدمة الاستعمار الفرنسي والذين كانوا يتجولون بالمغرب الشمالي الشرقي متنكرين في صفة صوفية يبيعون البركة ويجمعون الزيارة ليقوموا بإعداد تقارير للاستعمار الفرنسي المتربس بالمغرب تساعده على فهم طوبغرافية المنطقة ومكامن قوة وضعف قوادها وأعيانها وطبيعة ثرواتها وفي الجزائر زار عددا من مدنها وهران مستغانم معسكر تلمسان وفيها اتصل بشيوخ طريقة الدرقاوية العميلة للاستعمار والتي كان قد لقيا ثلة من مريديها في المغرب ومنهم الشيخ عبد القادر ابن عدة والشيخ ألب عبدالي فوجدوا فيه مبتغاهم بعدما أطلعهم على نواياه ووعدوه بالمال والسلاح والخطط ويفيد مؤرخ المملكة ابن منصور أن زاوية مستغانم كانت أعظم مراكز الاستخبارات الفرنسية المجندة لتقص الأحوال بالمغرب ومعرفة كل شاذة وفاذة عنه استعدادا لغزوه وضمه إلى إمبراطوريتها بشمال أفريقيا وكان مريد الزاوية المذكورة يتآلفون من جزائريين ضعاف الضمائر ومن ضباط فرنسيين مستعربين يدعون اعتناق الإسلام حتى يدفعون عنهم الشبهات ويعمل الجميع بتواطئ مع شيخ الزاوية لخدمة المد الاستعماري الفرنسي في المغرب ومن أنشطة الزاوية في مستغانم انتداب جواسيس وإرسالهم إلى المغرب الشمالي الشرقي في صورة صوفية فقراء ليقوموا بوضع دراسات طبغرافية على تضاريس هذه الجهة وكتابة مونوغرافات عن القبائل والقرى والمدن التي يستضيفهم قوادها وأعيانها وكانت الزاوية المذكورة تستقبل العمال الفلاحين المغاربة الذين كانوا يقصدون الجزائر للعمل في مزارع الاستعمار أيام الحصاد فكانوا يستدرجون باسم الدين والعبادة إلى رحاب الزاوية ليمطروا بأسئلة عن أحوال بلادهم ومخزنهم وولاتهم فيدلون وبكل سذاجة وطيبوبة بمعلومات مفيدة يسخرها الاستعمار في رسم خطط الغزو والتوسع وفي سنة 1901 دخل الجيلاني الزرهوني إلى وجدة وتردد على قبائل أنكاد وغيرها وصار حتى طنجة وهو يتظاهر بالنسك والتصوف يدعو الناس إلى المعروف وينهاهم عن المنكر وربما قاطع ليلة بالسجود والركوع ليسمعهم أزجالا رقيقة تطرب سامعيها وتأخذ بمجامع لبهم وربما نطق بعبارات كأنه من ذوي الإشارات ليهاجب في كل وقت الحكومة الشرعية ويتهمها بالخضوع للأجنبي فقد كان يصور عبد العزيز ورجال مخزنه في صورة المرتدين المارقين من الدين الذين يستعينون بالنصارى ويتشبهون بهم ويحاولون إدخال نظمهم إلى المغرب وفرض عوائدهم على شعبه ويصف الجيش المغربي بأنه جيش يخدم الكفر لا دين الإسلام لأن قائده نصراني ومدربيه نصارى وقد وجد لدى العامة آذانا صاغية وقلوبا قابلة لما يبدر فيها من البغض والعدوان للسلطان ورجال دولته سيما وأن الجيلاني كان يلقيها بأسلوب أخاد ثم لأن الكثير من أفراد الشعب كانت متذمرة من بعض تصرفات المخزن وعلى رأسها التفريق الذي حصل في قضية التوات والاتفاقيات بشأن الحدود وقد ركز الجيلاني دعايته وبصفة مكثفة في الجهة الشرقية المتاخمة للجزائر المستعمرة وذلك حتى يجرب مقدراته الدعائية ويقيس ماذا وقع مغلطاته وبهتانه على نفوس العامة وحتى يكون قريبا من العاطفين عليه في الجزائر حتى يختبر درجة نجاحه حتى لا تضيع أموالهم وأسلحتهم وخططهم هدرا وحتى يكون قريبا من أسياده في الجزائر فيستمد منهم السلاح والمال والخبرة بسهولة وسرعة ويكون ملاذا له عند الفشل فيحتمي بالجيش المحتل عند الضرورة ثم لأن سكان هذه الجهة من المغرب من السهل استدراجهم نظرا لطيبوبة قلوبهم وصفاء طويتهم ثم لأن الاستجابة إلى صيحات الجهاد هي من شيميهم ولا يستأخرون عنها مهما كان الأمر بعد هذا النجاح التمهيدي دخل الجيلاني إلى فاس ليستعلم الأخبار حتى يوقت لفتنته الكبرى ولما علم من بعض معارفه ولا شك أنهم من العاملين بدار المخزن سخط الناس على السلطان توجه على متن آتانه الشهباء وبرفقته أوراقا وأصفارا قديمة إلى قبيلة الحيينة فصادف بأراضيها موسم الوالي أبي عبد الله محمد بن الحسن الجاناتي وقد قصدته عدة قبائل أخرى كغياثة وتسول والبرانس وغيرهم فاشترى الجيلاني سبعة ثيران سود وذبحها في مشهد الوالي المذكور الأمر الذي آثار ذهشة رواد الموسم فتحلقوا حوله مشدوهين فصار يبكي وهو ينشر بينهم معايب الدولة ورؤسائها ويحبب لهم الخروج عليها ورفض طاعة المخزن والسلطان ويرمي الجميع بالعار والشنار وصار يدعي أنه هو المولى محمد نجل السلطان المقدس وصنو السلطان عبد العزيز وأنه إنما يتستر باسم غيره خوفا على نفسه ممن استولى على ملك والده واستبد به واستعبد الرعية التي أمر الله السلطان بحمايتها ورعايتها والذب عنها والسعي وراء مصالحها واشتغل ببيع دينه بدنياه ومال كل الميل لشهواته ولذاته وتتبع أغراضه الشخصية ولما فرغ من تحريضه أخذ ينشر على الحاضرين بعض ما كان عنده من اللويز الكثير وقد تمكنت دعايته من تحقيق هدفها إذ التف حوله بعض غياثة والحيينة وبايعوه على نصرة الدين ولما شاع أمره في المنطقة جاء رؤساؤه القبائل وأهدوه فرنسا من عتاق الخيل وخباء ولما كان الجيلاني الزرهوني ذكيا نبيها ماكرا واسع الحيلة وكثير الحذر فإنه أخذ على مشايعيه العهود والمواثيق حتى لا يتخلوا عن نصرته ويخسفوه فحالفوه على أن لا يخالفوه وأن يضحوا أنفسهم وأموالهم دونه وقد تسابق إلى نصرته بعدما انتشر خبره وتمكن دجاله من عقول العامة والانتهازيين بعضا من قبائل تسول والبرانس وصنهاجة ومكناسة وباعته قبائل قلعية وباني ويرياغل معتقدة بما يقول وآملة أن يصد عنها تحرشات الإسبان المستقرين بمليليا فعمت إيالته كل تلك القبائل يمينا وشمالا ثم قصد مدينة تازة فعسكر بظاهرها يومين وجرت بينه وبين أهلها مفاوضات قبلوا في نهايتها أن يسلموه المدينة خوفا من بطشه وبعدما يأسوا من وصول نجدات عسكرية من فاس فدخلها واتخذ منها عاصمة لملكه وأمر بالدعاء له في صلاة الجمعة باسم مولاي محمد بن الحسن وصار يخاطب بسيدنا وبدأ يستشعر شعارات الملك ويتظاهر بمظاهره وألف حوله من بعض الشرفاء والأعيان حاشية وأقام الحدود وكانت فتنة الجيلاني الظرهوني في سنة 1902 وقد أعلم بها في حينها دار المخزن عامل تازة عبد السلام الزمراني مطالبا بتدخلها الفوري لإخماد جدوتها في المهد قبل أن يتفاحش أمرها فقوبل طلبه بالرفض ومن أسباب عدم كثيرات أولي الأمر بشأنها لأن قيام الثورات في المغرب كان أمرا مألوفا ولم تكن هذه الثورات تشكل في غالب الأحيان سوى خطر محلي محدود ثم لأن الوزراء كانوا غافلين عن مسؤولياتهم غارقين إلى الأذقان في ملذاتهم ولم تتحرك جيوش السلطان لملاقاته والإجهاز على فتنته إلا بعد عزم جيلاني الزحف على فاس ووقوف المخزن على قوته ونفوذه اللذان استفحل أمرهما وبات ينذران بخطر كبير وقد دارت بين الجيوش السلطانية وشيعة الجيلاني بوحمارة حروبا ومناوشات ومطاردات غطت أوقاتا من فترة ثورته التي استمرت سبع سنوات من 1902 إلى سنة 1909 وهي فترة مهمة إذا ماقيست بالإمكانيات العسكرية المخزنية التي جندت لها مما يدل على قوة الثائر واتساع نفوذه وتحكم ذعايته وبهتانه وقد تمكن الجيش العرمرم بقيادة أخ السلطان مولاي الكبير من هزم الثائر وشيعته قرب عين القدح من بلاد الهبارجة وأسر منه خمسة أنفار وقطعت سبعة رؤوس ووجه الكل للحضرة السلطانية وكان ذلك في نوانبر 1902 وقد ملأ هذا النصر البسيط الذي لم يكن في الحقيقة إلا صد هجوم صغير قواد المحلة المخزنية غرورا وعجبا فصوروا للسلطان ومخزنه تلك المناوشة الأخيرة في صورة المعركة الكبيرة ونتيجتها الهزيلة في صورة النصر الحاسم وصدرت الأوامر لمولاي عبد السلام الأمراني ابن عم السلطان أن يزحف بجيشه المرابط بقبيلة مسارة من بلاد جباله وينظم إلى جيش مولاي الكبير وعين الأمراني قائدا عاما للجيش كله وفوض له الأمر في كل شيء يتعلق بحرب الثائر ومطاردته لكن قيادة هذا الجيش الجرار كانت صعبة المراسي لأن الشريفين مولاي الكبير ومولاي عبد السلام الوزاني كان ينافسان مولاي عبد السلام الأمراني عليها ويسر كل واحد منهم أنه مستقل عن الآخر في قيادة ما تحت يده من جيش حتى أنهم في عشايا رمضان يطلق كل واحد منهم عند المغرب مدفعه فتسمع ثلاثة مدافع وبذلك كانت خلافاتهم تصل إلى الجنود ومما لا شك فيه أنها كانت تفت في عضدهم سيما إذا علمنا أن الجيش السلطاني كان يتحرك ويحارب في منطقة لا يأمن فيها لا على مقدمته ولا على ساقته لأن معظم قبائلها واقعة في شراك دعاية الجيلاني بوحمار وفي دجنبر 1902 التحم الجيش السلطاني بشيعة الثائر فهزم شر هزيمة قرب وادي اللبن غير بعيد من مكان يقال له قعدة الأرانب ببلاد تسول قرب تيسا فقد أحاطت به شيعة الجيلاني من كل مكان مدعمين من قبائل الحيينة وتسول وحالت بينه وبين أخبيته حيث يوجد ذخيرته وغداؤه ومتاعه ليشتت شاذر مذر ويفرك الأرانب أمام الصلاقي ويتقهقر حافيا عاريا نحو فاس وتاركا أخبيته نهبا للثائر وحلفائه وقد وقع خبر الهزيمة موقع الصاعقة على الحضرة السلطانية فاضطر المولى عبد العزيز إلى تأخير سفاره إلى مراكش بعد أن كان على أهبة مغادرة فاس وشرع أهل فاس يلغطون وقد أصابهم الرعب من احتمال حصار مدينتهم من قبل الثائر الذي أصبح على بعد أميال منها وأخذوا يخزنون الأغذية ويحكمون إغلاق حوانيتهم تحسبا للحصار القريب وانزعجت الدول الأوروبية المهتمة بالمغرب بهذه الهزيمة فقررت بريطانيا العظمى إرسال وحدات من أسطولها المرابط في مالطة إلى جبل طارق وقوت إسبانيا حامياتها العسكرية بمراكز احتلالها على ساحل المغرب الشمالي من سبتة إلى مليليا وأعلنت حالة الاستعجال في وحداتها البحرية الراسية بقادس وقرضى جنة وعقد مجلس الوزراء الفرنسي اجتماعا استثنائيا بباريس لدراسة الحالة بالمغرب فقرر إعداد البارجة دوشايلة المرابطة بوهران للتوجه على جناح السرعة إلى طنجة وعزز الجيش المرابط في عمالة وهران بوحدات قوية ومعدات حديثة ووزعت وحداته على طول الحدود المغربية ونتيجة لهذه الرجة التي هزت دار المخزن أخذ السلطان يعد العدة لاستئصال الثائر بوحمارة فنظم دفاعا أماميا مستعجلا لمنع قوات الثائر من التواغل نحو مشارف فاس ووجه رسائل بالتعبئة إلى جميع القواد والعمال والولات وانتذب وزير الحرب المهدي المنبهي للقيام بمهمة القضاء على فتنة بوحمارة فزحف الوزير المنبهي بجيشه الجرار المعزز بعدد من القواد من أمثال عيسى بن عمر والمدني لقلاوي وأخوه أتهامي ويرعى السباعي وعمر اليوسي ورئيس المشور القائد إدريس بن يعيش والقائد الناجم وبثلاثاء خيلة على ضفة وادي إيناو هاجم الجيش السلطاني منازل الثائر مهاجمة صادقة فلم تكن إلا لحظة حتى انهزموا هزيمة منقرة فهرب الثائر مجفلا وذلك في يناير 1903 وكان من نتائج هذه المعركة استرداد الوزير المنبهي لمعظم ما غنمه بوحمارة في نصره السابق وافتكاك بعض الأسرى وجرح رأس الفتنة الجيلاني وفراره ثم عزم المنبهي على الزحف على محل كرسي إمارته وتمكن بعد حوالي شهرين من القتال من احتلالها في يوليوز 1903 وقد أدرك الجيلاني الزرهوني بذهائه العسكري أن شيعته لن تقوى على مجابهة الجيش السلطاني الذي يصل تعداده إلى 70 ألف جندي والذي يتوفر على عتاد عسكري خفيف وثقيل فأقصى ما كانت تبلغه قوات الجيلاني في حالة التعبئة العامة 680 فارسا و2680 راجلا ثم إن الجيش السلطاني أصبح يحتل مواقع استراتيجية تتيح له رصد تحركاته مما يهدد بالإطباق والإجهاز عليه فرأى أن يتبنى تكتيكا خاصا وهو حرب العصابات حتى ينقض حركته من الفناء ويستنزف قدرات الجيش السلطاني ويهد طاقته القتالية وينشر الرعب بين جنباته وذلك أولا بشن هجومات ليلية خاطفة على محلات الجيش السلطاني لإبادة أكبر عدد ممكن من جنودها أو أسرهم ثم التزود منها بالذخيرة والسلاح وقد تمكن الثائر في هجوم الليلي من إبادة طابور كان تحت قيادة يرعى السباعي ولم يفلت من المجزرة سوى القائد وثلاثة جنود ثانيا بمحاصرة المدن تازة والقصبات سول حتى تدرك الحاميات السلطانية الفاقة والخوف فجنود السلطان في تازة بسبب حصاره ثائر ذاقوا من العذاب ألوانا وكابدوا من الأهوال والخصاصة وعدم القوت ما تحدثت به الركبان ثالثا بقطع الإملادات على الجيش السلطاني بسد الطرق والمسالك وخاصة منها الرابطة بين تازة وفاس فلا يمر بها إلا من له قوة تجيزه فقد أتى المدني القلاوي مع أخيه التهامي من فاس بمال مخزني إلى تازة فعرضوا في وادي الحضر فدافعوا عن أنفسهم وعن المال المخزني المحمول على خمسمائة بغلة فلم يجيزوه إلا بمشقة ومقاتلة شديدة رابعا اعتصام الثائر وجنده بالتضاريس الجبلية الوعرة حتى تحصنه وتمنعه من مطاردة الجيش السلطاني وقد جاءت هذه الخطة العسكرية بالنتائج المتوخات منها فقد نجح الثائر في تجويع الجيش المخزني وتعريته وتركه يعيش في دوامة من الرعب والفزع وجعلته يكتفي بموقف المدافع المقهور وقد طير قواده الأعلام للسلطان بما وقعوا فيه وطلبوا إليه أن يمدهم بمدد يخلصهم من الوردة وتسلل المنبهي من تازة إلى فاس دون أن يشعر به أحد من قواد المحلات واجتمع بالسلطان وقدم له تقريرا ضافيا عن الحالة العسكرية بتازة والمناطق المحيطة بها والتمس منه بإلحاح أن يخرج بنفسه ويخيم في وسط القبائل ويجتمع بالشيوخ والأعيان لتبديد الدعايات التي أشاعها الداعي الفتان فحشد السلطان الجنود من الأغوار والنجود وأفاض فيها العدة والمال وعزز تلك الجنود بعساكره الوافرة لكن محلة السلطان رغم وفرة عددها وعدتها ورغم ما سلطته من نار المدافع على جيش بحمارة فإنها لم تفلح في تحضيذ شوكته فرأى السلطان ووزرائه وقواده العسكريون أن من الحكمة الرحيل والعودة إلى فاس وإصدار الأمر لمحلات تازة وقصب التسول بالانسحاب نحو وجدة بعد أن صار التحاقهم بمحلات السلطان في فاس أمرا مستحيلا وبعث السلطان بكتاب إلى راعيته يشرح فيها أسباب انسحابه وهي أسباب تخالف في مضمونها الحقيقة المرة التي كان يعرفها كل واحد وهي عجز المخزن عن استئصال شأفة هذا الثائر ومما جاء في الرسالة السلطانية ورأينا استمرار الحرب عليهم على شيعة الثائر ومناصريه من القبائل يفضي بهم إلى عموم الهلاك والتدمير مع أن المراد هو إنقاذهم من مصارع الضلال بطربية واسترشاد وتحذير وحل مع هذا إبان الشتاء الذي أشفقنا منه على المسلمين لاذطرارهم إلى حرافة أقواتهم واقتناء معايشهم وضرورياتهم وبالرغم من نجاحاته العسكرية في قهر جيوش السلطان وردها على أعقابها خاسرة منهوكة فإن الجيلاني بحمارة ولا وجهه نحو شمال شرق المغرب ولم يسر رحو العاصمة فاس لاقتحامها وإخضاعها لسطوته ونفوذه وهي على بعد أميال منه ويمكن تسويغ ذلك بما يلي أولا عدم وثوقه في أهل فاس فهو كان يدرك أنهم أكثر الرعاية وعيا بأباطله وبعد دجله وفيهم من يعرفه معرفة شخصية ويعلم بخفايا ماضيه المشين يوم كان يعمل بدار المخزن وكان يدرك أن وجوده بينهم قد يستمر لحين قصير فقط ليفتكوا به ويريح العباد والبلاد من شره ثانيا وجود قواعد محلات السلطان بها وهي تضم عشرات الآلاف من الجنود المدججين بمختلف أنواع الأسلحة ولن يقوى على مغالبتها في حرب مكشوفة وهو الذي لا يملك من الجند والعتاد إلا القليل ثالثا إنقاد جيشه من فكي الكماشة فهو كان يسعى بتوجهه نحو الشمال الشرقي إلى تأمين جنده من مغبة الوقوع بين نيران الجيش السلطاني بتازة ونظيره الموجود بوجدة إذا ما حصل بينهما تنسيق للزحف على فتنته وكان الجيلاني يتوقع هذا خصوصا وأن السلطان قد اتخذ ترتيبات عسكرية بإيفاد عمه الأمير بولاي عرفة لتعزيز عامل وجدة أحمد بن كاروم الجبوري وإيفاد الشريف محمد لمراني لدعم قائد قصب الجنادة القريبة من مليليا البشير بن سناح وباستيلائه على الشمال الشرقي من المغرب سوف يكسر أحد فكي الكماشة ويشل الآخر رابعا البحث عن منفذ يصله بالخارج بزحفه نحو الشمال الشرقي كان بوحمارة يبحث عن منافذ على البحر يمكنه منها أن يتصل بالعالم الخارجي ويستورد ما شاء من الأسلحة ويكون قريبا من أسياده في الجزائر المحتلة وفي شمال شرق المغرب استجابت لدعوته كثيرا من القبائل في أنكاد والظهرة وقلعية والريف لتمتد بعد ذلك إلى بعض جباله وتعززت صفوف مشايعيه بأربعة من المحاربين الأشداء سيقدمون له خدمات عسكرية كبيرة وهم الشيخ بعمامة وهو مجاهد كان يحارب المدى الاستعماري في توات مواد الساورة قبل أن يبتلعها في مستهل القرن العشرين ثم عبد الملك ابن محيد دين حفيذ المجاهد الجزائري الأمير عبد القادر وهو جاسوس دولي عمل مع المخابرات البريطانية حينا من الزمن لينتقل إلى العمل مع المخابرات الفرنسية ثم عبد القادر الاعتيقي المكنى بأبي حصيرة وهو فتان كسيده ادعى في سنة 1902 بشرق المغرب أنه السلطان مولاي عبد العزيز فر من سجن لندن حيث كان مسجونا بعد اختطافه من قبل الإنجليز الذين أحلوا محله شبيها له ولكن دجله لم يفتن سوى عدد قليل من المناصرين بسبب قوة دعاية بوحمارة التي سرقت منه الأضواء وجعلته في النهاية يدعي بأنه تخلى عن حقه في الملك وقرر تأييد أخيه محمد ويقصد به الجيلاني بوحمارة وأخيرا انضم إليه أحمد الريسوني وهو لس شديد البأس يقيم ببلاد جباله وكما فشلت محاولات السلطان في حرب الجيلاني بوحمارة بأحواز دازة وفاس فشلت أيضا في حربه بشرق المغرب فقد اقتهم قصبة جنادة في 13 أبريل 1903 والتجأ قائدها ابن سناح تحت حماية الجيش الإسباني إلى مليليا وعرض قاضي مدينة وجدة على الثائر طاعة مدينة وجدة في 16 أبريل 1903 ليطلب عاملها ومنجده الأمير مولاي عرفة من السلطات الاستعمارية الفرنسية حق اللجوء بمغنية ولما اتصلت أخبار تدهور الأوضاع العسكرية بالحضرة السلطانية تم تعيين الحاجب السلطاني أحمد أركينة مفوضا بالناحية الشرقية من المغرب وتقرر الاستعانة بفرنسا وإسبانيا لإخماد فتنة بوحمارة وبهذا الصدد كاتب وزير الخارجية المغربي ابن سليمان وزير فرنسا المفوض في المغرب سانروني تايانديني وأخبره أن نظر جلالة السلطان اقتضى أشخاص الحاجب السيد أحمد أركينة والقائد السيد عبد الرحمن ابن عبد الصادق باشا مدينة فاس ومن معهما لركوب البحر من طرجة والنزول بمرسى الغزوات في الجزائر والتوجه منها على طريق مغنية لتحصين وجدة وما والاها من الحدود بين المغرب والجزائر وإنشاء قوة مخزنية لمحو آثار الخوض والترويع التي أحدثتها دعاية الثائر الفتان راجيا منه أن يصدر التعليمات إلى حكام الجزائر ليساعد المكلفين المذكورين ويزودهم بالسلاح وبعض أهل المعرفة ويتسامح في إيواء مدد الحكومة المغربية في المراكز التي ربما تدعو الضرورة إلى التجائه إليها وفي نفس اليوم كاتب الوزير ابن سليمان وفي نفس المعنى سفير إسبانيا بالمغرب وعند وصول أحمد أركينة إلى طنجة أبلغه الوزير الفرنسي المفوض أن حكومته مستعدة لتقديم المساعدة المطلوبة وكان حافظ السلطان مولاي عبد العزيز على طلب مساعدة فرنسا هو يأسه الشديد من القضاء على بحمارة وفتنته وإفلات زمام الأمور من يده بالمنطقة الشرقية ثم السعي لمنع المدد العسكري الفرنسي عن الثائر ثم العمل على تنفيذ المادة الأولى من الاتفاق المغربي الفرنسي المبرم في 20 أبريل 1902 والتي تتعهد فيها فرنسا بمد المساعدة عند الاقتضاء إلى السلطان لتثبيت نفوذه على الحدود عندما يتعرض إلى المشاكل وكان حافظ الحكومة الفرنسية على الاستجابة هو جني ثماراتها بعد أن ساهم عاملها بحمارة في إنضاجها وأن تستغل هذه الفرصة الذهبية لتساوم المغرب على سيادته سيما وأنها تدخلت في ذات الوقت لتسهيل حصول المغرب على قروض من أبناكها دون أن يطلب منها السلطان ذلك حتى تكبله وتوهن قبضة نفوذه وليس معنى هذا أن فرنسا ستقطع حبل مساعداتها على الثائر بحمارة بل ستستمر في مده بالمال والسلاح وبذلك كانت فرنسا تعينه وتعين عليه ولا يوجد في ذلك أي تناقض في منطق الاستعمار ما دام غرضه الأوكد هو ضرب المغاربة بعضهم ببعض لإنهاك قواهم جميعا حتى يتم الاستيلاء على بلدهم بسهولة وفي ماي 1903 التحق الحاجب السلطاني أحمد ركينة بمدينة مغنية وفيها التقى بمجموعة من الولاة والأعيان المغاربة الذين فروا من بطش بحمارة وبعد دراسة للوضعية وحصر للمشاكل والحاجيات العسكرية بعث إلى السلطان يستعجله إرسال مدد عسكري كبير بالبر والبحر ولكنه لم يتلق جوابا رغم الحاجة بإرسال البرقية تلو البرقية والرسالة بعد الرسالة فهداه تفكيره وقلة ما بيده إلى الاستعانة بالجيش الاستعماري في الجزائر فطلب الإذن السلطاني فكان جواب السلطان الرفض القاضع والوعد بإرسال مدد عسكري في أجل قريب ودعوة المفوذ أحمد ركينة إلى تجييش قوة عسكرية من قبائل الأقاليم الشرقية والصحراوية يتولى تدريبها الضباط الفرنسيين المتواجدين بالحدود وتعزز في زحفها ببعض الضباط الجزائريين العاملين في صفوف الجيش الاستعماري الفرنسي وفي موقف السلطان هذا ذكاء وبعد نظر فهو لم يستعن بالجيش الفرنسي مباشرة حتى لا يؤكد دعاية الجيلاني ويثير غضب القبائل وحربها ضده ثم بدعوة أحمد ركينة لإنشاء قوة عسكرية من أبناء المنطقة كان مدفوعا إلى ذلك بانقطاع الطرق والمسالك الواصلة بين فاس ووجدة إذ كانت خاضعة لمراقبة شيعة بوحمارة وحلفائه من القبائل ولم تكن من وسيلة سوى طريق البحر عبر مليليا والجزائر وبالفعل شرع الحاجب السلطاني أحمد ركينة في تهيئ الجيش حتى كان يوم عشر قشت 1903 زحف به على وجدة ودخلها وكان الجيلاني بوحمارة قد أخلاها في عشر يوليوز 1903 بعد علم من مخابراته بالاستعدادات العسكرية المخزنية فيما وراء الحدود إذ خشية أن تصير أسوار وجدة مصيادة يحبس في داخلها هو ومخزنه وجنده وكان أول عمل عسكري قام به وهو محاولة إعادة فتح الطريق المؤدية إلى فاس لكن الوحدات التي انتدبها لتنفيذ ذلك لقيت هزيمة النقراء في مستهل شتنبر 1903 من قبل بوحمارة الذي بادر بحصار وجدة لبعض الوقت وتحت وطأة الضغط العسكري للثوار وتجاهل المخزن لرسائل وبرقيات الاستنجاد طلب الحاجب أحمد أركينة وبدون استئذان السلطان تدخل القوات الاستعمارية في الجزائر لاحتلال وجدة لكن وزير خارجية فرنسا ديل كاسي لم يقبل بهذا العرض لأنه صادر عن مسؤول غير ذي وزن ورأى أن يصدر من نظيره الوزير ابن سليمان وفي أكتوبر 1903 أصدر المخزن أمره إلى محلة تازة بالخروج من المدينة والانسحاب إلى وجدة لتعزيز القوات المخزنية بها ولما علم بسيرها المتعثر نحو وجدة وجه لملاقاتها القائدة عبد الرحمن ابن عبد الصادق باشا فاس وبمدينة العيون بأحواز وجدة نزلت محلة تازة ليلتحق بها ويقيم بينها مدة ثمانية أيام وقف خلالها على مدى تجذر سنوم فتنة بوحمارة في قبائل المدينة ما جعله يحتار ويتشاءم من الحاضر والمستقبل وداق سكان الحدود ذرعا بالجيوش المخزنية التي كانت بدافع من الجوع والعري تقوم بأعمال السطو في الأسواق وبنهب بساتين ومطامير الغلال وقطع الطرق على التجار مما دفع بالسلطات الاستعمارية إلى المطالبة بتعجيل رحيلهم حتى لا يتحرشوا بجيش الاحتلال في الجزائر وفي بداية سنة 1904 تبودلت رسائل بين الحاجب أحمد أركينة من جهة وبين السلطان ومخزنه ونائبه بطنجة وقد جاءت بأوامر إلى أحمد أركينة ليستأنف قتال بوحمارة والنهوض على بركة الله وكان يجيبهم بأن بركة الله لا تكفي في القيام والنهوض إلا إذا اقترنت بأطعمة تشبع منها بطون الجنود وأكسية تسخن بها ظهورهم وأحذية تساعد أرجلهم على المشي فوق أرض تكثر فيها الحجارة والشوك وإلا إذا طهر الجيش الضارب من عناصر الفتنة والفوضى ولكن السلطان ومخزنه لم يستجيبوا لتوسلات المفوض أحمد أركينة فلم يكن أمامه إزاء هذا الباب المسدود إلا أن طلب في يوليوز 1904 الإذن له بالعودة إلى تطوان بذريعة حل مشاكل أسرته فجاءه الإعفاء من مهامه السياسية والعسكرية بالناحية الشرقية من المغرب وعين بدله الباشا عبد الرحمن بن عبد الصادق ولكنه لم يلبث إلا أياما قليلة حتى وجد نفسه أمام نفس المصاعب التي كان سلفه يجد نفسه أمامها أي افتقار المحلة إلى المؤونة والراتب واختلاف آراء قوادها وعدم انضباط جنودها وضباطها فصار يكاتب السلطان ووزراءه طالبا المال والكسوة والسلاح ومكتفيا بمدافعة هجومات الثائر الذي استأسد في المنطقة والذي حاول استرداد وجده أكثر من مرة بين شهرين يناير ويوليوز 1905 ولكنه لم يفلح رغم أنه كبد الجيش المخزني خسائر في البشر والعتاد لينسحب إلى قصبة سلوان ويتخذ منها عاصمة جديدة لملكه وليفتر القتال بين الجانبين إلا من تراشق بالنيران عبر نهر ملوية وفي أبريل 1906 استؤنف القتال بين الجانبين واستمر حتى شهر غشت من نفس السنة دوحر فيه الجانب المخزني أكثر من مرة ليفتر من جديد إذ اكتفى كل فريق بمراقبة الفريق الآخر وصار بينهما رمزيا لا يعد تبادل إطلاق الرصاص بين حين وآخر واستمر الحال كذلك تقريبا حتى سنة 1907 التي شهدت حدثين عظيمين كان لهما آثر فضيع في استفحال تفكك الجبهة المخزنية بشمال شرق المغرب وقضيا على كل أمل في القضاء على فتنة الجيلاني بحمارة ففي 29 مارس 1907 احتل الجيش الاستعماري الفرنسي مدينة وجدة تحت ذريعة الثأر لمقتل الطبيب موشان الذي اغتيل بمدينة مراكوش وإقرار الأمن والنظام بوجدة المتاخمة لحدود مستعمرته الجزائر وفي 16 غشت من نفس السنة خلع السلطان مولاي عبد العزيز بتدبير من العلماء والأعيان والقواد وبويع بدله شقيقه مولاي عبد الحفيد وقد أدى الحدث الأول إلى تشتيت جهود الوحدات العسكرية المخزنية بالناحية واختفاء كل تنصيق عسكري بينها في محاربة الثائر فقد أجبر الاحتلال الفرنسي وحدات وجدة على البقاء في المدينة وعدم الالتحاق بالمفوض العام عبد الرحمن ابن الصادق الذي استقدمها إلى الريف قرب مليليا حيث يعسكر ولجأت الوحدات الموجودة غربي ملوية وهي في حالة يرثى لها بسبب المرض والعري والجوع وانعدام السلاح إلى برزخ يفصل ضاية بعرفة عن البحر الأبيض المتوسط لتحتمي به من هجمات بحمارة الشارسة وأدى الحدث الثاني إلى خلق ضراب وفوضى في صفوف الجيش المخزني بكافة وحداته الموجودة بالشرق فصار الجنود المنحدرين من قبائل الحوز يتركون الخدمة ليلتحقوا بقبائلهم وقراهم التي دخلت في طاعة السلطان الجديد ففر كثير منهم إلى مليليا وإلى الجزائر وترك المفوض العام ابن عبد الصادق الجيش إلى مليليا ومنها إلى حال سبيله وما بقي من الجيش صار ينهب بعضه بعضا وشرع بعض القواد يفاوضون الإسبان في مليليا بشأن اللجوء إلى منطقة استعمارهم ليدخلوها ومن بقي معهم من الجنود في 29 يناير 1908 وبذلك انتهى الشوط الأول من حرب الثائر بحمارة بالفشل والخيبة وقد أسعف عجز المحلات السلطانية الثائر الجيلاني بحمارة بإقامة مملكته المتصدعة والتي طالما حلم بها وقد اتخذ في بداية فتنته من مدينة تازة عاصمة لينقلها بعد استرداد الجيش المخزني لها في 7 يوليوز 1903 إلى مدينة وجدة ليخليها في 10 يوليوز 1903 وينقلها بصفة نهائية إلى مدينة سلوان القلع الحصينة في أكتوبر 1905 بإعاز من أسياده بالجزائر وحتى يكون قريبا من أولياء نعمته الفرنسيون في الجزائر والإسبان في مليليا وقد نظم بوحمارة منذ بداية فتنته مخزنا على غرار المخزن الشرعي بفاس وتبنى كل بروتوكولات الحضر السلطانية ومن وزرائه صالح التلمساني ووزيره الأكبر وقد خلفه بعد مقتله عزوز الغياثي ومستشاره النافذ الرأي جابرييل ديلبريل والذي كان في نفس الوقت مدير علاقاته العمومية ورئيس أركان حربه وأحدث الجيلاني ديونا للإنشاء وكان من أبرز كتابه الفقه الحسن الزرهوني والطالب إدريس ابن بوشتا الجامعي وأحدث مشورا لترتيب استقبالاته جعل على رأسه عبد السلام الشركي وسماه قائد المشور وكان يخطط لحروبه خليفته أبو عمام البوشيخي وأبو حصير العتيقي يساعدهما عبد الملك ابن محي الدين والفرنسي جابرييل ديلبريل ومن قواده العسكريين المرهوبي الجانب عبده الجيلاني الدكالي من الوضوء وكان مغوارا من المغاوير الذين يخوض بهم المعارك الدامية وكان عنوان سعده فمنذ أن مات تقهقار أمر بوحماره وعلى عادة الملوك أحدث الثائر لنفسه حريما يعج بالحسناوات فلم يكن يسمع ببنت جميلة حتى يسعى لخطبتها ونكاحها إلى أن صار عنده من بنات القبائل الحسناوات الجميلات العدد العديد وقدوة بالملوك العلويين كان يصدر رسائل وظائر يختمها بطابعه الكبير أو بطابعه الصغير أو بكليهما ومن رسائله الموجهة إلى القبائل ندرج هذه الرسالة الموجهة إلى قبيلة بن مسارة بجباله وفيها يحاول استدراجها إلى حبالته إلى خدام الأعتاب الشريفة كافت بن مسارة وفقكم الله ورعاكم وسلام عليكم ورحمة الله وبعد فقد طرق بسمعكم أن المسلمين قد بايعت للنصارى على يد كبير الرعية وقد قمنا بإذن من الله ورسوله غيرة على الدين بجهاد الكفرة اللئام كما قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إلى غير ذلك من الآيات الواردة في ذلك وعليكم إن كنتم تحبون الله والرسول والجهاد في سبيل الله كما كانت عليه أسلافكم فلا ينبغي للقبائل أمثالكم أن يتغافلوا عن هذا كل التغافل وقد سمعتم بهذا الواقع وعليه فنأمركم أن تقدموا إلى حضرتنا الشريفة بحركة الخيل النافعة والروم الصحيحة بالحزم والضبض والإتقان في ذلك حتى يرتد أهل الكفرة ويرجعوا إلى الجادة أصلحكم الله وقد ختم بحمار كتابه بخاتميه الكبير والصغير وبداخلها كتب محمد ابن الحسن الله وليه وأرخ له بـ 1325-1906 وكانت خزينة مملكته تعتمد على هبات أسياده الفرنسيين بالجزائر وقد ظلت علاقاته بهم خفية حتى على أقرب المقربين إليه وعلى الضرائب المفروضة وعلى القبائل الخاضعة لدجله وعلى ما تدره الرسوم الجمركية المجبات من الديوانة بيريستيكينة وعلى ما ينعم عليه به أصحاب الانتيازات الفرنسيين والإسبان المستغلين لبعض مناجب الريف وقد أبرم مع الشركة الإسبانية لمناجم الريف عقدا مدته 99 سنة سمح فيه للشركة المذكورة باستغلال حديد منجم وكسان وذلك في سنة 1907 وفي نفس السنة سمح لشركة إسبانية ممولة برأس مال فرنسي وهي شركة شمال إفريقيا باستغلال مناجم الرصاص بجبل آفرا قريبا من منجم الحديد المذكور ورخص للشركتين بتشييد سكة حديدية تربط بين المنجمين المذكورين وبين ميناء مليليا القريب لنقل معادنهما إلى مصانع أوروبا وقد أدى تعامله المفضوح مع الاستعمار إلى انصراف كثير من شيعاته عنه لينقلبوا ضده ويحاربوه بشدة فقد حاربته قبائل قلعية بزعامة الشريف سيد محمد أمزيان الذي سيتزعب الجهاد ضد الإسبان بعد ذلك إلى أن يخر شهيدا وحاربته قبيلة بني ورياغل بزعامة رجل القبيلة وصنديدها عبد الكريم الخطابي الأب الذي دبر خطة حربية للإيقاع بالثائر إذ فتح طريق في وجه الفتان إلى أن تبغل بجميع قواته في أرض بني ورياغل فتكبد فيها شر هزيمة في معركة تسمى بمعركة بوسلامة ثم فر بنفسه تاركا وراءه جميع الذخائر والأسلحة والمؤن وعلاوة على هذا السبب فإن الاستعمار الفرنسي والإسباني أشارا على الثائر بسير إلى فاس وإخلاء المنطقة حتى يوسع الاستعمار الفرنسي في مليليا منطقة نفوذه على الأراضي والقبائل المجاورة لمليليا بموجب أوفاق سرية وعلانية عقدت بين الاستعمارين المذكورين وليسهل على فرنسا توسيع رقعة احتلالها بناحية وجد شرقا وناحية الشاوية غربا أثناء انشغال السلطان بقتال الدعي الذي سيزاحمه في داخلية البلاد ويهدده في عقر داره بفاس عاصمة ملكه وصار في سنة 1908 نحو تازة في خمسين فارسا هم كل من بقي معه ودعا أشياعه بقبائل البرانس والتسول وغياثة وأولادي بكار وغيرهم إلى مناصرته لدخول فاس قصد إقصاء أخيه مولاي عبد الحفيد وتوطيد ملكه فاضطرمت نيران الفتنة في تلك الجبال وبين تلك القبائل من جديد فجند له السلطان الجديد عبد الحفيد جنودا مجندة من أبطال ذوي حزم وعزم ووجهها إليه فيهم قواد جدد تمحبوب بن قاسم القائد العام للمحلة وسعيد ابن البغدادي ومبارك بوخبزة وقواد قدامى سبق لهم مقاتلة الجيلاني منهم القائد الناجم وقائد صالح الزمراني وقد دارت بين الجانبين معارك أهمها معركة في ديار بني ورياغل حيث وقعت ملحمة عظيمة استمات فيها الفريقان فظهروا عليه أي الجند المخدني وانتهبوا ما معه واعتقلوا من أصحابه فكان حادثة عظيمة على أبي حمارة وقد استمرت الحرب إلى الليل فاستدار الجيش بالثائر الثابت في موقفه وفي الليل انسل من الحصار لتلاحقه سرية تتكون من بضعة قواد وجنود يتزعمهم القائد الناجم وما زالت به حتى أطبقت عليه في مشهد بعمارة بديار قبيلة بني مسارة بجبالة حيث كان يختبئ وحيدا بعد من فض من حوله كل أنصاره ويقول القائد الناجم وهو أول من وثب عليه وقابضه واصفا مشهد المداهمة والاعتقال داهمنا المشهد ولما أردنا أن ندخل إليه من الباب أطلق علينا النار فقتل واحدا منا فزوغنا إلى ناحية أخرى فاقتحمنا المكان وأوقدنا حوله النار وقد كان غير مقبو كالعادة وإنما هو مسقف بأعواد فوق الجدران المرفوعة تم على الأعواد تراب فشبت النار في السقف فلما اشتد الدخان على أبي حمارة انزلق من المحل فانقضضنا عليه فكنت أول من لمست يده ومعي القائد العربي ومعنا القائد البخاري من قواد جندي فنزعنا منه أولا الخنجرة من تحت ابطه والمسدس والتمائك المخيطة بخيوط الذهب الحقيقي وهي الخفان اللذان يلبسهما الفارس ثم أخرجناه فإذا بالجند قد دهموا علينا ينتهبون كل ما في بناية المشهد وليس في المكان من الناس إلا نساؤه وجواريه وقد كان جيشنا وصلنا إذ ذاك بقضه وقضيره فكان كل من وصلنا يضع على الثائر يده ويقول يا ناجم هل أنا الذي قبضت أبا حمارة فأقول له نعم يا سيدي أنت الذي قبضته أداري الناس بذلك لإلا يغلبونني عليه فيقتلونه وقد ازدحم علينا الناس حتى صار مرفوعا فوق الأكتاف وأصحابي يدافعون عنه ثم أمرت جنديا معي أن يأتي ببغلة فأركبناه عليها وأردفنا وراءه القائد البخاري وهو مأسور مربوط ليديني وراءه وكان ذلك في يوم الأحد خامس شعبان 1327 موافق 2 غشت 1909 وطار الخبر بسرعة إلى فاس فأرسل السلطان من يتلقاه بجمل عليه قفص فأنزله البخاريون الغلاظ الأكباد من فوق البغلة فسلسلوه وطوقوه بالأغلال حتى لا يكاد يتحرك بثقل الحديد ثم جعلوه في القفص ثم ربطوا القفص على الجمل وسلموا زمام الجمل إلى القائد الناجم امتثالا لأمر السلطان حتى يعلم الناس من اعتقله ويصف القائد الناجم دخوله فاس فيقول فلما دخلنا المدينة صار أهل فاس يتلقوننا زرافات ووحدان ليروا أبا حمارة فلم تبقى مخدرة فما دونها ذلك النهار إلا خرجت وقد بلغ كراء البغال مئة ريال وكان يوما مشهودا فمشيت بالجمل حتى دخلت دار المخزن حيث المشور فوجدت السلطان جالسا وحوله الوزراء فأبركت الجمل بين يدي السلطان ثم تقدمت فبندقت على العادة وسلمت على يده الأمانة ثم وضعت أمامه ما كنت أخذته من الأسير الخنجر والمسدسة والتمائك الخفين وصرة فيها طوابعه التي كان يطبع بها رسائله فتناول السلطان بيده سرة الطوابع وهي خنشة من الملف فأخرج منها الطابع الكبير وجعل يقرأ ما كتب فيه ثم التفت إلى أبي حمارة بالكلام الشديد حين يزعم في ذلك الطابع أنه مولاي محمد ابن مولاي الحسن فصار يثرب عليه أي يؤنبه بشدة فصار أبو حمارة يتكلم بغمعمة لا يفهم السلطان معناها ثم أمر أن ينزل أبو حمارة من قفصه الذي أغلق عليه فأدخله البخاريون من باب إلى دويره سجن فيها ثم تفرقت المخزنية وبعد ذلك بنيت له دكانة مرتفعة بمشور باب البوجات ووضع عليها قفص أصغر في حجمه من الأول كان يدخل إليه بو حمارة كل عشية ليتفرج عليه الناس ويقيمون الأفراح بمناسبة أسره واستئصال شأفة فتنته وبعد أسابيع من اعتقاله وبالضبط في يوم عشر شتنبر ألف وتسعمائة وتسعة أعدم رميا بالرصاص بأمر من السلطان ومن قبل الباشا إدريس منو وعن هذه الحادثة يقول الباشا منو بلغنا عن القونص الألماني أن القونصات الدولية سيطالعون غدا إلى السلطان ليتشفعوا في بو حمارة على أن يسكن طنجة وتكون له مؤونة من صندوق المغرب فأمر السلطان بقتله في تلك الليلة قبل أن يسأل عنه الآخرون لأنه لا يمكن له إلا إسعافهم فذهبت لذلك ليلا مع عبد أمرته أن يجيء وراءنا فيضربه بمسدس فدخلت إلى بو حمارة باشا فقلت له أنا تماما ما تقوله دائما كان يقول لو أطلقني السلطان وقومني لطوعت له كل الريف واجباله بسرعة فاخرج معي فخرجنا إلى بستان هناك في دار المخزن بفاس فصار العبد وراءنا وأنا أفتل له في الدروة والغارب وهو مستبشر إذا بالعبد اعتراه خوفا بعدما سدد إلى بو حمارة المسدس فالتفت هذا مرعوبا فصاح هذا غدر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فبادرت بأخذ المسدس من العبد فضربته فانبطح فزوته ثانية في صدغه فتركناه مجندلا فأبلغت للسلطان الخبر فجئت فأمرت بالبنزين فصب على الرأس والجثة وكان في يذي ثقاب فألقيته عليه فاشتعل نارا فاحترقت الجثة كلها في لحظة كذلك هلك بو حمارة الذي رجع القنصات في الغد خائبين بسببه وقالوا أن السلطان ألقاه للسباع فافترسته وما تقدم هي الحقيقة الناصعة وبذلك أسدر الستار على فتنة خطيرة روعت المغرب مدة سبع سنوات فكانت أحد العوامل التي أنهكت قواه وعجلت بسقوطه في أحضان الاستعمار كما سيأتي الفصل الثالث عواقب ثورة بو حمارة تمخض عن ثورة الجيلاني الزرهوني مجموعة من النتائج سأقتصر على ذكر ثلاث منها هي ثورة الشريف الريسوني وإفلاس خزينة الدولة ثم عزل السلطان عبد العزيز وإذ أدرج هذه النتائج الكبرى أشير بادئ ديبت وقبل تفصيلها إلى أن ثورة الجيلاني ما هي إلا أحد الأسباب الرئيسية المبلورة لها والتي لا يمكن بأي حال إغفالها وفيما يلي تفصيل هذه النتائج الكبرى أولا ثورة الشريف الريسوني صاحبها هو الشريف أحمد بن محمد بن عبد الله الريسوني ينتهي نسبه في الحسني الصبت بن علي بن أبي طالب الخليفة الرابع وفاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في سنة 1870 بمدشر الزينات الواقع جنوب شرق طنجة بمسافة 47 كيلومتر اعتنت أسرته بتعليمه وهو لا يزال طفلا غضا فأحضر له أبوه فقيها من خيرة فقهاء جباله ليعلمه القراءة والكتابة ويحفظه القرآن ويدربه على التجويد وبعد وفاة والده سنة 1881 انتقل إلى مدشر مجمولة ببني عروس ليتعمق في دراسة علوم القرآن وبقي منقطعا إلى الدراسة حتى سنة 1893 حين بلغه خبر اعتذاء اللصوص على أسرته ونهب كل محتويات المنزل من متاع وماشية وقد وجد والدته مقتولة من طرفهم شنقا فأقسم على أخذ ثأره من اللصوص الجناه وأخذ على نفسه أن يقف في وجه زعمائهم الذين أفقروا السكان بنهب وسرقة أموالهم ومتاعهم وإخضاعهم لنظام المارسات وهو يعني في عرف اللصوصية قيام قطاع الطرق بعرض سرقاتهم بواسطة وسيط يجمع بين السارق والمسروق له لشراء أمواله واستعادتها من يد السارق بثمن أو مبلغ يتفق عليه الطرفان بواسطة هذا الوسيط وأصبح مع مرور الأيام لهذا النظام جذور ومتحمسين تحميهم طبقة المستفيدين وقد كون الرسوني عصابة من شبان أقوياء وتفق يخير على القبائل وأوكار اللصوص حتى ملأ صيته كل جنبات بلاد جباله وقد اختلف المؤرخون في تقييم أعماله الدموية فتارة توصف بأعمال لصوصية ونهب واعتداء وتارة أخرى توصف بأعمال خيرة الغرض منها تطهير المنطقة من اللصوص ومنهم الحمام من قبيلة أنجرة الذي قبض عليه سنة 1895 ثم حماية المظلومين وإنصاف المستجيرين لكن الصفة الأولى طغت على أعماله الأمر الذي عرضه للسجن من طرف الوزير إبا أحمد بعدما أنقر مكتبه بسيل من الشكايات ضده ومكث بسجن الصويرة حوالي خمس سنوات من 1895 إلى سنة 1900 وفي السجن التقى ببعض أقطاب المعارضة العزيزية من علماء فاس ومراكش ومن الاستماع إلى مناقشاتهم وقف على خطورة الأوضاع التي يجتادها المغرب وتؤكد الأحداث اللاحقة أنه قد أظهر تعاطفا مع الجبهة الحفظية بوصفها الأمل المتبقي لإنقاذ البلاد من السقوط الوشيك وفي سنة 1900 أخلي سبيله بعد أن توصد له أبناء عمومته لدى النائب السلطاني بطنجة السيد الطريس وعاد إلى مسقط رأسه لينقطع إلى الدراسة والتحصيل حتى صار من كبار الفقهاء في منطقته إلا أن انعزاله لم يضم طويلا فقد عاد إلى حمل السلاح من جديد ويرد المؤرخ مانويل أورتيغا سببا لذلك وهو المعاملة غير العادلة التي عاملت بها السلطة المحلية أشريف مولاي أحمد بعد عودته من السجن جعلته يترك التبحر في العلم ويقوم بحمل السلاح لرد الظلم عنه لا شك أن هذه المعاملة كانت مبنية على أسس وقرائن تجعله محط شبهات سيما وأن الوفود كانت لا تنقطع عن زيارته سرا تطلبه إلى أن يعود إلى ما كان يمارسه من أعمال قبل اعتقاله وليس من المستبعد أن يكون بين هؤلاء الزوار مبعوثين عن الثائر الجيلاني الذي وصلته أخبار شجاعته جاءت لتحثه على الثورة والانضمام بقبائله إلى صفه ويؤكد هاريس ما ذهبت إليه بأنه كان بين محمارة والريسوني اتصال وقد عثر سنة 1903 في خزانة سرية للشريف الرسوني على ظهير للجيلاني يعين فيه الشريف عاملا على قبائل الشمال الغربي وقد ختم بطابعه الكبير باسم محمد ابن الحسن ولما كانت الحكومة المغربية تترصد تحركات الجيلاني وتحاول حصر نفوذه فإنها بثت عيونها حول الريسوني بحكم سوابقه وهي مصيبة في ذلك ولكن الريسوني عرف كيف يفلت من عقالها ليعود إلى سالف سيرته وتفنن في جولاته وصولاته فصار يخطف الرجال ذوي الوجاهة واليسر ويحفظهم رهائن إلى أن يدفع أهلهم الفذية المعينة من المال وتوغلت غارات عصاباته حتى قلب مدينة طنجة ناشرة الذعر والخوف وامتدت يده إلى خطف الأجانب فقام في سنة 1903 باختطاف مراسل جريدة التايمز اللندنية هاريس المذكور آنفا وكان من المستشارين المقربين للسلطان عبد العزيز وأطلق صراحه بعد أيام من استنطاقه حول المأمورية التي كان يقوم بها في قبائل أنجرة ثم اختطف في سنة 1904 آيون بيرديكاريس وهو ثري أمريكي من أصل يوناني اختار مدينة طنجة ليقيم فيها ويعمل بها قنصلا لبلاده الولايات المتحدة وقد كان يحافظ على أنظمة مدينة طنجة وقوانينها وقد كان لهذا الاختطاف نتائج ديبلوماسية كادت تكون خطيرة فقد أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية ستة بوارج حربية لمحاصرة مدينة طنجة وربما لتدبير إنزال عسكري فيها وعبر الرئيس تيودور روزفيلت عن غضبه وسخطه بتوجيه تعليمات جاء فيها بريدكاريس حيا أو الرسون ميتا وقد وجه السلطان جيشه لافتكاك الأسير لكنه لم ينجح بتعاقب الرسوني ورجاله إلى معاقله بدواخل الجبالة المنيعة وبعد خمسة أسابيع أعيدت إلى الأسير الأمريكي حريته ولكن بشروط مخجلة للرئيس روزفيلت وللسلطان فقد أجبر الأول على تأدية فدية كبيرة قدرها سبعون ألف دولار وأجبر الثاني على تعيينه حاكما على أحواز طنجة وبهذا الشأن أصدر السلطان ظاهرا في 28 يونيو 1904 جاء فيه خدامنا الأرضين قبيلة الغربية والفحص وبداوة وعامر الفحيصة وفقكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبعد فقد ولينا عليكم خديما القائد السيد أحمد بن محمد بن عبد الله الريسوني ومهما يكن فإن السلطان باستجابته لمطالب ثائر الريسوني يكون قد أكد من جهة عجزه عن استئصال شأفته وسعى من جهة ثانية إلى كف شرور أعماله الطائشة حتى لا يفتح بابا آخرا للنفوذ الأجنبي ولكن الريسوني لم يرضى بما كسب فاختطف في سنة 1907 ماكلين وهو ذابط بريطاني كان مستشارا للسلطان وقائدا لحرسه وقد قوبض عليه وهو يقوم بمأمورية مخزنية رسمية بجباله ولم يطلق صراحه إلا مقابل فذية قدرها ألف جنيه من أصل المطلوب وهو عشرون ألف جنيه ثم منح براءة لمحمي إنجليزي كان متابعا من طرف القضاء المغربي ولما بلغ السيل الزبا تنصل منه السلطان وأعلن في نفس السنة أن الريسوني خارج عن القانون وبالتالي تجب ملاحقته والقبض عليه وككل انتهازي فإن الريسوني ما إن علم بنجاح بيعة المولى عبد الحفيظ سنة 1908 حتى هب إلى فاس معلنا طاعته وولاءه فأنعم عليه السلطان الجديد بتعينه عاملا على قبائل جباله والحبط وغماره وعددها ستة عشر قبيلة حسب المؤرخ التهامي الوزاني وجعل منه باشا على مدينة أصيلة التي اتخذها قاعدة لحكم عمالته وقد أصبح الآمر الناهي في منطقة نفوذه وكأنه عاهل مستقل ثم لم يلبث بعد أن اشتدت وضع الضغط الأجنبي على المغرب أن مد يده إلى إسبانيا الاستعمارية وساعدها على التوسع في جباله والحبط ولم تخمد حركته إلا بتدخل محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي أساره سنة 1925 يظهر مما تقدم أن ثورة الريسوني المتمثلة في أعماله الخرقاء وخروجه عن طاعة السلطان كانت بشكل أو بآخر بتحريض من ثورة الجيلاني التي لا تبعد عن منطقة سطوة الريسوني إلا بمرمى سهم فهي والحالة هذه وليدة لها بل وصنوة لها في تمردها على السلطة الشرعية وقيامها بأعمال تزيد من تضغضغ نفوذ السلطان وهيبته في الداخل والخارج وفي عمالتها للأجنبي ضد في بلدها مقابل مصالح شخصية ذنيئة ثانيا إفلاس خزينة المغرب ساهم إلغاء الضرائب التقليدية وتأخير تطبيق ضريبة الترتيب وامتناع الشعب عن تأدية الضرائب إلى جانب ازدياد مصاريف الجيش الذي طالت حربه للثائر الجيلاني الزرهوني والتي كانت تبلغ يوميا 150 ألف ريال في استنفاذ مدخارات الخزينة المغربية التي لم تعد تعتمد إلا على رسوم الجمارك كمورد تموين فلم يجد المغرب إزاء فراغ خزينته وتصاعد نفاقات حرب بحمارة التي استمرت حتى سنة 1909 إلا أن يمد يده طالبا قروضا من الدول الإمبريالية التي لها مصالح فيه فانزلق بذلك في طريق خطير أفضى بكثير من الدول التي ركبته تبله إلى فقدان استقلالها ومنها مصر وتونس ومع هذا الخصاص وتمسكا بسياسة التوازن الدولي التي خطها السلطان الحسن الأول حرص خلفه عبد العزيز على عدم الاعتماد على دولة واحدة في الحصول على القرض المطلوب حتى لا يتقوى نفوذها وتسعى إلى الانفراد بالمغرب وضم يديها عليه فاتصل السلطان بدول فرنسا وبريطانيا وإسبانيا فحصل من كل منها على قرض بمبلغ سبعة ملايين ونصف من الفرنكات وذلك في سنة 1902 و1903 وقد بلغ مجموع قيمته 22.5 مليون فرنك مونحت بفائدة 6% لكن المغرب لم يستلم من هذا المبلغ إلا 13.5 مليون فرنك بينما جرد من بقية المبلغ والتي تمثل 40% لتغطي قيمة الفوائد المستحقة وقد وضع المغرب قضمان لتأدية دينه خزينة الجماركة بطنجة التي أخضعت لمراقبة وموظفين إنجليز وفرنسيين وما إن انتهت سنة 1903 حتى نفذت كل أموال القرض في تأدية بعض أقصاته وفي تمويل الجيش السلطاني المحارب للثائر الجيلاني بالسلاح والذخيرة والأجور لتقع الخزينة من جديد في ضائقة مالية لم يجد معها السلطان بودا من طلب قرض جديد ومرة ثانية حاول طلبه من دول متعددة ولكنه فشل في مسعاه لأن إسبانيا نفسها كانت بحاجة إلى أموال وكانت تعتمد في ذلك على استيراد أموال فرنسية بواسطة بنك باريس والأراضي المنخفضة الذي كانت له قوة مالية في إسبانيا وبمساعدته منحت إسبانيا حصتها من القرض الأول لأن ألمانيا التواق إلى أن تصبح قوة صناعية عظمى كانت تميل إلى استهلاك ما لديها من أموال فائدة في النهوض بمشاريعها الصناعية الوطنية لأن بريطانيا كانت تعاني من مصاعب مالية نتيجة حرب البويار أثرت على إيقاع اقتصادها فاضطر إلى استيراد أموال من فرنسا لسد عجزها وأدت إلى تقليص مبادلاتها التجارية مع الخارج فمثلا انخفضت مبادلاتها مع المغرب من 40% سنة 1904 إلى 29% سنة 1905 من أوضاع هذه الدول المالية نقف على أن فرنسا كانت في وضع مالي مريح بالفعل فقد كانت الدولة الوحيدة التي تمتلك رصيدا كبيرا من رؤوس الأموال الجاهزة للتصدير وما عليها إلا أن تلعب ورقة هذا الامتياز إلى أبعد حد بعد أن تحطمت ورقة سياسة التوازن الدولي من جراء مصاعب الدول المنافسة وتفاقم الحالة المالية في المغرب الذي لم يعد لها خيار وفي يناير 1904 أرسل السلطان إلى فرنسا يطلب مساعدتها المالية فوافقت على منحه قرضا كبيرا بمبلغ 62.5 مليون فرنك يتكلف بتأديتها كونسورتشيوم أبناك فرنسية يرأسها بنك باريس والأراضي المنخفضة بفائدة 5% ولكن المغرب لم يتسلم من المبلغ المنكور إلا 48 فرنك أي 75% من القيمة الإجمالية والباقي صرف في تسديد قروض 1903 وفي أداء ثمن بضائع استلمها المغرب دون أن يؤدي ثمنها وكضمان فرض على المغرب تخصيص 60% من الإيرادات اليومية للجمارك في كافة الموانئ المفتوحة للتجارة لتسديد أقصاط القرض وفوائده وألزم المغرب بالتوجه إلى اتحاد الأبناك الفرنسية إذا ما رغب في قروض مستقبلية ثم إسناد مهمة إنشاء بنك وطني لهذا الاتحاد وفي سنتين 1905 و1906 أغري السلطان بوجوب استدانة مبالغ صغيرة ولكنها متعددة لابتياع أسلحة فرنسية وقد اشترط عليه ابتياعها فقط من شركات فرنسية وقد بلغ مجموع قروض المغرب في سنة 1906 ما قيبته 206 مليون فرنق لم يحصل المغرب من هذا المبلغ الضخم سوى على حصة هزيلة بينما البقية اقتطعت منه في شكل فوائد وعمولة وبذلك لم ينجح في فك ضائقته المالية بل زاد من حجمها وخاصة بعد تخليه عن جزء كبير من مداخل مصلحة الجمارك فأوقع نفسه في مصيضة لم يعد بالإمكان الإنفلات منها وفتح شهية الرأس ماليين ورجال الأعمال الذين قدموا إلى المغرب أقل ما يمكن من المال وحصلوا منه على أكثر ما يمكن من الامتيازات وسمح لفرنسا بأن تحتل موضعا ممتازا في علاقاتها مع المغرب جعلها تطيح برأس سياسة التوازن الدولي التي انتهجها المغرب منذ الحسن الأول فزادت نسبة تجارتها معه من 24% سنة 1904 إلى 29% سنة 1905 وكونت بالمغرب شركات مالية وتجارية نذكر منها الشركة المغربية التي كانت تمتلك فروعا في عدة مدن منها فاس وطنجة والدار البيضاء وفي هذه الأخيرة كانت تقوم بأشغال في مرساها وكانت تشرف على إدارة أراضي فلاحية واسعة في الشاوية والمغرب وتشكلت في سنة 1904 لجنة إفريقيا الفرنسية التي انبثقت عنها لجنة المغرب من أجل القيام بجرد الثروات المغربية المختلفة وتسهيل أعمال المنقبين والتقنيين والعلماء وبذلك تكون ثورة الجيلاني قد أدت بمساهمتها في إفلاس خزينة المغرب إلى تعجيل خط التغلغل الاستعماري الفرنسي في المغرب بدعم سياسة التغلغل العسكري عبر الحدود بسياسة التغلغل المالي والاقتصادي عبر القرون لتغدو فرنسا القوة الأمبريالية الأولى في المغرب المؤهلة لاستعماره وقد فى الثمرة التي طالما حنت إلى اقتلاعها منذ استعمار الجزائر سنة 1830 وستجني فرنسا ثمرتها في عهد السلطان عبد الحفيد من سنة 1908-1912 الذي انساقه الآخر في طريق القرون بطلب قرد 100 مليون فرنك سنة 1910 من أجل تسديد ديون سلفه وتغطية المصاريف التي يتطلبها إنجاز الأشغال في المراسي ثم منح تعويضات للشركة المغربية وللضحايا الأوروبيين الذين تعرضوا لاعتداءات المغاربة أو مسهم ضرر بسبب القصف الفرنسي لمدينة الدار البيضاء في 5 غشت 1907 وبذلك لم يحصل السلطان على أي شيء من المبلغ المذكور وبالمقابل وضع الحبل في عنق المغرب ليسلم زمامه إلى فرنسا التي استولت على كل مداخيل الجمارك وعلى مداخيل الأراضي المخزنية القريبة من الموانئ التجارية مما ولد سخطا شعبيا أفضى إلى توقيع الحماية في 30 مارس 1912 ثالثا عزل السلطان عبد العزيز تمثل سنة 1903 بداية تصدع هيبة السلطان عبد العزيز ففيها بدأ يتأكد للرأي العام المغربي أن المخزن عاجز عن صد النفوذ الأجنبي المتنامي في المغرب ففي هذه السنة تأكد عجز الجيش السلطاني عن إخماد فتنة الجيلاني الزرهوني الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من عدم الاستقرار قرب الحدود الشمالية الشرقية مما أعطى لفرنسا فرصة سانحة للتدخل في شؤون المغرب من خلال مستعمرتها بالجزائر كما أدى عجز الجيش السلطاني إلى سوء أحوال الحامية المخزنية بوجدة وتضيق الخناق عليها من قبل الثائر وجنده ولم يعد بالإمكان إرسال النجدات والمؤني والأموال إليها إلا عن طريق الجزائر مما أعطى أيضا لفرنسا فرصة سانحة للمساومة ففي هذه السنة تصاعدت التحرشات الاستعمارية الفرنسية عبر الحدود الجنوبية الشرقية عقب توقيع بروتوكول 1901 فقد احتلت فرنسا سنة 1903 نقطة صحراوية استراتيجية هي بشار التي تلتقي عندها طرق تجارية تربط بين غير الأعلى وتافيلالت في الشمال وبين التوات والسودان في الجنوب لتوالي زحفها في السنوات التالية فتحتل سنة 1904 رأس العين لبني مطر ففي هذه السنة ارتمى المغرب في تيار الاقتراض وهو تيار خطير جرف الكثير من الدول المستضعفة وجردها من استقلالها وقد تناولنا هذا الموضوع بشيء من التفصيل في النتيجة الثانية وقد تبع هذه الأحداث تلاحق أحداث أخرى إنهالت على هيبة السلطان تمزيقا ولم يفتنا من ذكرها في هذا البحث سوى حدث مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906 الذي قبل المغرب بتوصياته ليفقد بمقتضاها استقلاله الاقتصادي وجزءا من سيادته لأنه أصبح أمام نوع من الحماية الدولية وتؤكد جميع الأحذاث التي عرفها العهد العزيزي حقيقة واحدة وهي تعاظم الضغط الأجنبي على المغرب الذي أصبح مشدودا من تلابيبه وشيك السقوط في أحضان الأمبريالية النهمة فكان من الضروري أن يبحث له عن حل جذري ينقضه من الوضعية التي ترذى فيها والتي تنذر بفقدان استقلاله فرأى الخاصة والعامة أن الخلاصة يمكن في عزل السلطان المولى عبد العزيز الذي أصبح في نظر القبائل غير موجود لاعتبار له وفي نظر العلماء المذنب المتواطئ قهرا مع عدو الله والدين في احتلال آخذ يعم البلاد ومبايعة أخيه وخالفته بمراكش المولى عبد الحفيظ وباعتبار خصوصية الظرفية التاريخية التي كان يجتازها المغرب وقتئذ فإنه لا يمكن أن نلقي بكل اللوم على شخص المولى عبد العزيز فيما آلت إليه الأوضاع في البلاد فالسلطان المذكور رغم ضعف معرفته بأمور الحكم فإنه سار على شاكلة أبيه مولاي الحسن في مواصلة إصلاح أجهزة الدولة وفي لعب ورقة التوازن الدولي ولم يستبد بأمر الملك كله فزاد في سلطة وزرائه وأشرك ممثلين عن الشعب في حل مسائل يتوقف عليها مصير البلد فأنشأ مجلسا للأعيان يعتبر نواة للتطور الدستوري في المغرب وكان ينتصح بالعلماء ويعمل بتوجيهاتهم وطالما تحدث الفرنسيون عن المقاومة التي قام بها مجلس الأعيان المغربي وطالما أخذوا على عبد العزيز اعتذاره عن قبول اقتراحات الدبلوماسية الفرنسية بأن ممثلي الشعب قد رفضوها وأن رجال الدين لم يقبلوها وتأسيسا على ما سبق ليس في السلوك التسيري لعبد العزيز ما يلام عليه ما دامت طويته سليمة ووجهته واضحة ولكن كل اللوم يقع على أولا سلوكه الشخصي وفي هذا يقول المؤرخ روم لاندو جريمته الكبرى كانت معاشرته للأوروبيين ولم يكن هذا ليعني اعتراضا على اتصالات شخصية أو الانصراف إلى اللعب الغربية بقدر ما كان اعتقادا بأنه كان يبيع بلاده إلى الكفار الجشعين فالشعب المغربي المطبوع على الاحتراس والنقمة على أوروبا الطامع الغادرة كان يرى في علاقات السلطان بالأوروبيين وبمظاهر مدنيتهم اغترابا وخروجا عن التقاليد والقيم ومسا بقدسية العقيدة الإسلامية حتى ولو كان الأمر يتعلق بخصوصياته لأن حياة السلطان ملكا لشعبه وأدنى ريبة فيها قد تؤدي إلى الانتقاص من هيبته ثانيا حاشيته كانت تتألف من وزراء وصوليين ومستشارين أجانب دهات وتجار أجانب محتالين جشعين وقد تحدثنا عنهم بشيء من التفصيل في مواضع سابقة وكان سعي الجميع يرمي إلى خلق متاعب للسلطان للنيل من هيبته وتنفير الرعية عنه ثالثا ازدياد الضغط الأجنبي على البلاد فالمغرب بحكم أوضاعه الداخلية وبحكم الأوضاع الدولية المحيطة به كان أضعف من أن يقاوم التيار الاستعماري المتعظم المتربس به بالرغم مما أنجزه من إصلاحات وما قام به من تحركات ومناورات ديبلوماسية فمصير المغرب لم يعد متوقفا على أعمال السلطان ولا على رد فعل الشعب لهذه الأعمال فإن السياسة الدولية ومطامع الاستعمار الأوروبي كانت قد قطعت شوطا بعيدا في التدخل في شؤون المغرب والاهتمام به وكانت هذه القوى على وشك أن تنتصر وعندما بلغت الأزمة الداخلية ذروتها باحتلال الدار البيضاء والشاوية ووجده سنة 1907 ثارت القلوب وجحظت العيون من الحكومة وقد ذهبت سمعتها وانكشفت قوتها الأدبية فكان كل مشمئز من ذلك يضع رجاءه في خليفة الجنوب لعله يستدرك الأمر فيجبر ما تصدع وقد انعقد في السنة المذكورة مؤتمر بمدينة مراكش بحضور القواد الكبار عيسى العبد والمدن الجلاوي وعبد الملك المتوكي والطيب الكنتافي وباشا القصبة ابن كبور وبعض العلماء والمفكرين والأعيان وكان محور المباحثات القيام إلى الدفاع عن الدار البيضاء والنظر في الضعف الشديد الذي وقعت فيه حكومة المولى عبد العزيز أمام بوحمارة ثم انجل المؤتمر عن القيام بالواجب بكل ما أمكن تحت راية المولى عبد الحفيد وقد خضع عبد الحفيد لثلاث بيعات متوالية هي كالآتي أولا تمت البيعة الأولى بمدينة مراكش في 16 غشت 1907 بمحضر الباشا وكبار قواد الحوز والأطلس ونائب السلطان بتافيلات والعلماء وبتأييد كبير من الشيخ المجاهد ماء العينين وفي نفس الوقت زكيت حكومته التي تتألف من ابن كبور كوزير سطر والمدن الجلاوي كوزير للحرب وعبد الملك المتوكي كوزير للمالية وعيسى بن عمر العبدي كوزير للخارجية وقد حاول السلطان مولاي عبد العزيز إجهاض هذه البيعة بمنع أخيه من دخول العاصمة فاس فدارت بين الأخوين حربا فاترة انتهت بتراجع المولى عبد العزيز وتنازله عن العرش من تلقاء نفسه والاعتراف بالسلطان الجديد ثم الانسحاب إلى مدينة طنجة ثانيا تمت البيعة الثانية بدخول عبد الحفيد إلى فاس وفيها اعترف به من طرف علماء المدينة ووجهائها سلطانا للمغرب بكابل ترابه وذلك في 4 يناير 1908 وذلك بواسطة بيعة مشروطة خرجت بنظام الحكم في المغرب من الملكية المطلقة إلى ملكية دستورية ومما جاء في نص هذه البيعة إن مولانا أمير المؤمنين الذي انتظمت بيعته في أعناق المسلمين أجل من صدقت فيه ظنونهم ونياتهم وتوجهت إليه آمالهم وأمنياتهم ومدت له الرعية أزمتها وقدمت له الوفودة أعنتها راجين من شريف همته وكريم عنايته أن يلبسهم رداء نعمته ويسعى بجهده في رفع ما أضر بهم من الشروط الحادثة في الخزيرات الجزائر الخضراء حيث لم توافق الأمة عليها ولا سلمتها ولا رضيت بأمانة من كان يباشرها ولا علم لها بتسليم شيء منها وأن يعمل وسعه في استرجاع الجهات المأخودة من الحدود المغربية وأن يباشر إخراج الجنس المحتل من التين احتل بهما ويزين صحيفته الطاهرة بحسنة استخلاصهما وأن يستخير الله في تطهير رعيته من دنس الحمايات والتنزيه من اتباع إشارة الأجانب في أمور الأمة لمحاشات همته الشريفة عن كل ما يخل بالحرمة وإن دعت الضرورة إلى اتحاد أو تعاضد فليقل مع إخواننا المسلمين كآل عثمان وأمثالهم عن بقية الممالك الإسلامية المستقلة وإذا عرض ما يجب مفاوضة مع الأجانب في أمور سلمية أو تجارية فلا يبرم أمر منها إلا بعد الصدع به للأمة كما كان يفعله سيدنا المقدس الحافظ للأمة حتى يقع الرضا منها بما لا يقدح في دينها ولا في عوائدها ولا في استقلال سلطانها وأن يوجه أيده الله وجهته الشريفة لاتخاذ وسائل الاستعداد للمدافعة عن البلاد والعباد لأنها أهم ما تصرف فيه الذخائر والجبايات فتزقية هذه البيعة يبقى مرهونا بتحقيق شروطها والتي تتمحور أساسا على وجوب طرد النفوذ الأجنبي بجميع أشكاله من المغرب فيبادر إلى أولا عدم الاعتراف بالاتفاقيات المجحفة بحقوق المغرب ومنها مقررات مؤتمر الجزيرة الخضراء لأنها من جملة ما سمحت به سمحت لفرنسا بمركز ممتاز في البلاد والمغارب لا يريدون أن يعترفوا لفرنسا ولا لغيرها بمركز لا يعترفون به للجميع والأجانب بالنسبة إليهم كلهم سواء ثانيا بتحرير مناطق الحدود في توات وفيقيق ومدينة الدار البيضاء وباديتها الشاوية ثم مدينة وجدة من الاحتلال الفرنسي ثالثا بتحرير المغلفة قلوبهم من المغاربة من دنس الحمايات القنصرية التي أزالت حجاب الهيبة عن بلاد المغرب وصارت بمضي الوقت أشبه بثعبان قوي لم يفتأ يلف جسم المغرب ويضغطه بقوة ويغرز فيه أنيابه حتى أنهك قوته وأعجزه عن كل مقاومة ودفاع رابعا بالتخلي عن مشورة الأجانب في أمور الدولة والرعية لأن آراءهم لا تخدم في كل الأحوال إلا مصالح دولهم الاستعمارية الأمر الذي يؤدي سيادة المغرب ويهدد استقلاله وإذا كان لابد من مشورة فلتكن مع الممالك الإسلامية المستقلة لأنها من المفروض أن تكون صادقة ومجردة من أي أطماع خامسا بالتزام اليقظة والاحتراس والرؤية عند عقد اتفاقيات مع الدول الأجنبية وحتى يتحقق منها ما لا يضر بمصالح الأمة وقيمها وجب مشورة الأمة فيها حتى تباركها أو ترفضها فالبيعة الحفيظية ترمي وكما يقول الأستاذ علال أنفاسي إلى تحقيق هدفينهما أولا القضاء على الدسائس الأجنبية بالمحافظة على الاستقلال التام وثانيا القيام بإصلاح سياسي يسير بالأمة نحو نظام دستوري متين ثالثا رفضت الدول الأجنبية الموقعة على ميثاق الجزيرة الخضراء الاعتراف بالمولى عبد الحفيظ كسلطان على المغرب ورهنت موافقتها بتحقيق مضمون المذكرة الجماعية التي أرسلتها إليه في 14 شتنبر 1908 وهي تنص على أولا تحمل مسؤولية الديون السابقة ثانيا تحمل مسؤولية الدفع عن الأضرار الناجمة عن حوادث البيضاء ثالثا التخلي عن الجهاد وتبليغ ذلك إلى المدن والقبائل رابعا التعهد باتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين سلامة وحرية المواصلات حول الموانئ وعلى الطرق الرئيسية خامسا أن تحتفظ الدول بحق المطالبة بصورة مباشرة بتسوية المسائل المتعلقة بمصالحها وخاصة إسبانيا وفرنسا مثل دفع نفقات الاحتلال وتعويضات القتلى جميع هذه الشروط تناقض بيع تفاس وتسعى إلى ضربها وبالتالي إسقاط بيعة عبد الحفير وخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في المغرب يتيح للدول الاستعمارية أو لبعضها فرصة لتدخل باسم النظام والأمن ولم يجد السلطان مولاي عبد الحفير إزاء هذه المناورة دبلوماسية الخبيثة إلا أن يرد بالإيجاب على المذكرة وجاء في رده إنني أعترف بالمعاهدات المعقودة بين أسلافي وبين الدول وبصورة خاصة ميثاق الجزيرة الذي أعتبره كأساس لازدهار وتقدم السلطانة السعيدة من الناحية السياسية والاقتصادية آملنا أن يضمن هذا الميثاق استقلال بلادنا وأن يحقق لها إصلاحات نافعة وقد طمأن هذا الرد الدول الأمبريالية فبادرت إلى الاعتراف به كسلطان على المغرب في أواخر شهر دجمبر 1908 فكانت بذلك البيعة الثالثة ولم تمر سوى بضعة أشهر حتى ظهر فشل عبد الحفيد في تحقيق ما التزم به في بيعة فاس الذي نوذي به فيها سلطانا للجهاد ولم يلبث أن تحول تحت ضغط فرنسا والدول الأمبريالية الأخرى إلى حالة الخضوع تدريجيا ليخضع لكل الشروط التي برر بها خلع أخيه ويكون المغرب في ثورته الحفظية وبتجاهله لقبضة الأجنبي التي تزيد تحكما في المغرب أشبه بطائر دجاج قام من ذبحه مهرولا وهو يعتقد أنه قد أفلت من يد ذبحه فإذا به بعد بعض الوقت يسقط صريعا عند قدميه تعليق تعذ ثورة الجيلاني بوحمارة وبحق أخطر فتنة عرفها تاريخ المغرب الحديث والمعاصر فقد كانت أحد العوامل الجوهرية التي ساهمت بقسط لا يستهان به في الإجهاز على استقلال البلاد وتركها خائرة صرعا لا تقوى على القيام والحركة وقد نجح بوحمارة في قهر جيوش السلطان الجرال المتمترسة المدججة بالسلاح والمدفعية وهو لا يملك من الجند والفرسان إلا عدد قزم ومن خلال استقصاء الأحداث واستقرائها نقف على أن نجاحه كان يرتكز على عاملين اثنين هما أولا تمكن دعايته من عقول عامة الناس وهي تقوم على ركيزتين أساسيتين أولاهما تنفير العامة من السلطة الشرعية لوصمها بالخضوع للأجنبي الكافر الغاصب المتربس بالبلاد والعباد وثانيهما إيهام العامة وحملها على الاعتقاد بأنه أمير علوي شريف اغتصب ملكه وأنه حامل لرسالة الجهاد لتطهير البلاد من دنس الأجنبي ومن الذين يسيرون في ركبهم ومثل هذه الدعاية ارتبط نجاح سريانها بصفات توفرت في رأس فتنة الجيلاني بوحمارة فكان أولاً كان الرجل ذكياً نبيهاً ذا مسحة من العلوم اللغوية والدينية أتي من ذلاقة اللسان والقدرة على التأثير في نفوس مخاطبيه الحظ الكبير كان يوهم الناس بأنه صوفي درقاوي متبحر في علوم الدين شديد النسك والزهد يجلس حاسر الرأس يبكي زمانه ويقضي ليله في الصلاة والتعبد ليروم المخزن الشرعي بالمروق والانحراف عن جادة الدين وكانت رهبانته تستهوي قلوب المتشوقين إلى الخلاص من وضعية الذل والمسكنة ومن أيام الضاعة والمشأمة ثالثاً كان يوهم ضعاف العقول من الناس بأن له كرامات خارقة ليس مثلها شيء وقد زادت في عدد المفتونين به فعلاوة على بعض أعمال السحر والشعوذة التي كان يبهر بها مشاهديه ويأثرهم وعلى ما كان ينطق به من عبارات كسجع الكهان كان بحمارة يستعمل آلات غربية حديثة للصنع لا عهد للمغاربة بها كآلات الفونغراف وأسطواناتها فكان إذا سجى الليل وعم السكون وخلى بنفسه في خيمته يضع على تلك الآلات أسطوانات سجلت عليها آيات قرآنية وأذكار صوفية فيسمع أسباعه الحافون من حول الخيمة قرآنا يتلى وأورادا تملى وحضرة صوفية تقام فلا يشكون في أن الملائكة والجن يخدمونه وأن الله بالتالي معه كما كان يزعم للناس بأنه يريهم الشمس في عز الليل بإشعاله لحراقيات قوية نور وكان كثير من المفتونين بدجله يعتقدون أن الجيلاني خالد لا يموت وقد تعزت هذه الخرافة وانبثقت من أحداث قيل فيها أن بوحمارة قضى نحبه مقتولا فإذا به بعد حين يظهر للملأ معافى وفي أكمل قوة ومنها أن الثائر جرح في معركة له ضد جيش المنبهي فجرح وانقضعت أخباره فخاله الناس أنه مات متأثرا بجروحه وأرسل السلطان رسائل بهذا المعنى إلى رعاياه في جميع جهات المملكة ففارحوا بالنبأ الصار وأظهروا معالم الزينة والاستبشار وحدث له مرة أخرى أن أصيب برصاصتين وهو يقاتل جيش المفوض أحمد أركينة فأشاع الجنود أنه قتل وتكاتب المسؤولون يهنئ بعضهم بعضا وحتى بعد إعدامه لم يصدق كثير من السدج المفتونين أنه لقي مصرعه ومنهم سهره محمد بن شلال الريفي القلعي الذي كان يجزم بعدم موته ورجوعه يوما لسطوته رابعا كان ينتحل بعض صفات الأمير مولاي محمد حتى يظن الناس أنه الأمير الحقيقي وما عداه فهو كاذب وقد عرف بالأمير المذكور عور بعينه اليسرى فكان الدعي يرخي جفن عينه اليسرى عندما يستقبل الزوار والوفود ليوهمهم أنه الأمير مولاي أحمد وبذلك صدقه البسطاء والأغرار الذين لم يكونوا قادرين على التمييز بين أمير حقيقي وأمير مزيف بسبب عذام وسائل التبليع وضعف أسباب الاتصال والاختلاف وكان يركب سلوك الكرم بإغداق المال واللويز على الفقراء حتى يتواهم الناس أنه وبدون أدنى شك من بيت الإمارة خامسا كان شديد البطش بمعارضيه والراغمين عن دعوته وقد ملأ رعبه كل جانبات المغرب الشرقي وجعل الكثير من القبائل والحواذر تعلن طاعته اتقاء لبطشه وشروره فأهل تازة سلموا له خوفا من بطشه بعدما يأسوا من وصول نجدات عسكرية من فاس وكذلك فعلت وجدة عندما عرضت عليه طاعتها وولاءها وتبين للمفوض السلطاني أحمد أركينة أن سكان المنطقة الشرقية في المغرب يدركون دجله وبهتانه وأن قلوبهم لم تنحرف عن المخزن إلا وقاية لأنفسهم وأموالهم بعدما يأسوا من وصول جيش السلطان للمحافظة على الأمن وسثبيت سلطته سادسا كان يقوم بالدعاية لفتنته في الخارج وبالأخص في أوروبا عبر الصحافة الدولية باستقبال بعثات صحفية أوروبية يبث فيها سمومة حتى يؤثر على الرأي العام السياسي ويكسب العطف والمساندة لحركته الممسوخة ثانيا ضعف معنوية الجيش المخزني رغم كبر عدده وضخامة عتاده كانت المحلات السلطانية المحاربة والمطاردة للثائر بحمارة تقدر بشهادة عدد من المصادر بعشرات الآلاف من الجنود النظامية في حين كان جند الثائر لا يتعدون في حالة التعبئة القصوى ستمائة وثمانون فارسا وألفين وستمائة وثمانين راجلا ولا شك أن المرأة تعتريه الدهشة حين يعلم بهذه الحقائق فلا يلبث أن يبحث عن تفسيرات موضوعية لها قبل أن يتلبسه دجل الفتان بوحمارة والتفسير الوحيد الذي أسوقه يتصل بضعف في نفس الجنود والقائمين على أمرهم وتتمثل مظاهره فيما يأتي أولا كانت قيادة الجيش موكولة إلى شخصيات ليست لها خبرة بفنون الحرب والقتال كالأمير عبد الرحمن المعروف بمولاي الكبير فهو لم يخد قط معركة ولم يكن له أذنى إلمام بالحرب والقائد مولاي عبد السلام المراني الذي لم يكن مسعار حرب ولا فارس طعن وضرب والشريف محمد المراني وهو كأخيه يصلح للتوسط والتفاوض ولا يصلح لقيادة الجيوش والتخطيط للانتصار في الحروب ثانيا كان التباغض محتد ما بين قواد الجيش السلطاني ولم يكن بينهم أدنى تعاون أو تنثيق إلا فيما ندر من الحالات وخير مثال على ذلك ما مر ذكره بصدد الشرفاء مولاي الكبير ومولاي عبد السلام الوزاني ومولاي عبد السلام الأمراني ثالثا كان القواد والجنود يستعدون عليهم القبائل فوزير الحرب المنبهي في حملته على بوحمارة انشغل عن مطاردته بتغريم قبائل جبالة مما حمل دار المخزن على مكاتبته وتنبيهه إلى أنه في مهمة وليس في نزهة لأن طول الحرب أرهق ميزانية الدولة وفعل جيشه بأهل تازة الأفاعيل تخجل منها المرؤة ولا ترضاها الإنسانية فقد افتضت الأذكار وهدمت الديار رابعا كان بعض القواد وموظفي المخزن يتخذون من حرب بوحمارة مطية لتحقيق مآرب مادية خسيسة فهذا وزير الحرب المنبهي عند انتدابه من قبل السلطان عبد العزيز لقيادة حملة عسكرية ضد التائر قرر استعراض الجنود المجندة على مرأة من السلطان وبحضور أمناء المالية الذين جاءوا لإحصاء الجند وتقدير النفقات فأمر الوزير المنبهي أعوانه المقربين إليه بفتح ثقب في صور قصبة الشراردة القريب من مكان العرض حتى يمر منه الجنود ليعاود عرض أنفسهم مرات ومرات أمام السلطان وأمناء مخزنه فيتضاعف عددهم وتتضاعف بالتالي النفقات ليستوليه على المبالغ الإضافية الطائلة وهذا وزير الحرب المدني القلاوي في العهد الحفيظي يتمنى استمرار فتنة بوحمارة حتى يتمكن الوهن من الدولة فينال ما يرومه من المآرب فقد قال لمعتقل بوحمارة القائد الناجم يا ناجم تعديت إنك لم تفعل حسنا فهذا الرجل الذي نحن حوله يعني السلطان عبد الحفيظ غدار وكان بودنا أن لا نزال نراوغه بمحاربة هذا الإنسان أي بوحمارة الذي أتيت به اليوم فقضيت علينا بما كنا نتخذه جنة نتستر وراءها كما أن كثيرا من المسؤولين المكلفين بتموين المحلات السلطانية اختلسوا الجزء الأعظم من أموال القروض التي اقترضها السلطان عبد العزيز من أوروبا ولا يستثنى في ذلك أمين الأمناء بالعاصمة ولا أمناء المحال وضباط الوحدات فبنوا لأنفسهم الدور والقصور وأصبحوا من أثرياء المغرب ووجهائه كآل التازي والجاي والمنبهي خامسا إن الإمدادات لم تكن تصر إلى الجيش المحارب بالقدر الكافي وفي الوقت المناسب إما بسبب تقاعس وجمن المكلفين بإيصالها فقد بعثت الحكومة بمحلة لنجدة الجيش المنهزم قرب تازه ولكن قائدها محمد بن بوشتا بن البغدادي أمرها بالتريث في المسير بل وبالتوقف عنه لما علم بقوة الثائر وبذلك انهزمت محلته بالسماع أو بسبب قطع الطرق من طرف الثوار فالرواتب والميرة والسلاح كانت تصل الجنود متأخرة أو لا تصلهم بالمرة فمحلة تازة كان يسرب إليها بألف مشقة وألف حيلة عبر قبائل ثائرة أو مشكوك في إخلاصها أو يوقعه أحيانا بين أيدي أنصار الداعي فتبقى المحلات والوحدات العسكرية عرضة للضياع سادسا كان الجيش المخزني يحارب الثائر وهو يعاني من ثالوت مطبط لكل عزيمة يتجسد في الجوع والعري والمرض فكثيرا ما كان الجوع يفتك بالجنود فيقلعون الدوم ويأكلون جذوره ويقتاتون بالحلزون وشبهه من خشاش الأرض أو يهاجمون الحقول التي تقع في طريقهم فمرة هجم الجنود حقولا للذرة فصاروا يشهون ويأكلون ومرة هاجموا حقلا للقمح فاقتلعوا سنابله وراحوا يشهونها حتى يقتاتوا بها وقد اضطرت هذه الحالة المزرية بعض الجنود إلى صرقة السلاح ليبيعوه للقبائل ليتوصلوا منهم بما يقتاتون به لأن الضيق والفاقة قد بلغا بهم الغاية كما أن بعض القواد كانوا يستغلون حاجة الجنود إلى المال ليبتاعوا منهم سلاحهم وذخيرتهم ليؤسسوا ترسانات خاصة بهم في قبائلهم فقد اشترى القائدان المدني الجلاوي وأخوه سلاحا كثيرا من الجياع المفلسين وبذلك ساهما في تعطيل قسم من الجيش والسلاح عن القيام بواجبه ناهيك أن عملهما هذا يعتبر خيانة تستحق أشد العقوبة ودفع الجوع والعري أيضا بالكثير من الجنود إلى الفرار إلى سلطات الاحتلال في مليليا والجزائر متوسلين طالبين ما يسدون به الرمق أو ليعملوا بأراضي الاستعمار كعمال مزارعين وتأثر القواد بدورهم بهذه النكبة فأصبح الموسرون منهم يرشون وزراء الحكومة ليتوسطوا لهم في الرجوع إلى قبائلهم كما فعل القائد المدني الذي بذل مئة ألف ريال للحاج عمر التازي ليحرر له على إذن بالرجوع وتمارد آخرون حتى يعفوا من الخدمة ويسمح لهم بالعودة إلى ديارهم وتدخلت إسبانيا عبر مستعمرة هامليليا لتمون الجيش السلطاني بعد أن بلغ الجوع والعري والمرض بأفراده مبلغا خطيرا لتوهمهم أن السلطان قد غضر بهم وبذلك كانت تدس السم في الدسم لتزيد في أوار الفتنة والتفرقة وتنال مآربها في طمئنان وهدوء سابعا كان الاستعمار الفرنسي يمارس من حين لآخر مضايقات على تحركات الجيش السلطاني رغم أنه استجاب لطلب السلطان بإزداء العون له تطبيقا لنصوص اتفاقية الجزائر المبرامة في 1902 وساعد القواد على تجييش جنود من قبائل الحدود لمحاربة الثائر وأرفقها بفرقة من المدفعية تتكون من ثلاث ضباط هما مارتين ولاراس وموغان وأربعة مساعدين جزائريين اشتهر منهم عبد الرحمن ابن سديرة وأنه من السذاجة بمكان اعتبار هذه المساعدة مؤازرة خالصة لإحقاق الحق وتثبيت الشرعية ولتنفيذ التزام وتعهد وإنما هي حلقة في إطار خطة تهدف في النهاية الإجهاز على المغرب وقد أعطت ثمرتها باحتلال وجدة سنة 1907 فلا غزوة إن كان المستعمر في الجزائر يضيق الخناق على الجيش المغربي بالشرق المغربي متى رأى أن خطته تسير في غير الطريق المرسوم لها بسبب تصرف بادر من المخزن لتعطيل تغلغله ففي سنة 1904 قرر السلطان الاستغناء عن خدمات الضباط الأجانب المدربين لجيشه بذريعة عجزه عن أداء رواتبهم بسبب فراغ خزينته ولما كان القرار يشمل أيضا الضباط الفرنسيين فإن فرنسا اعتبرت ذلك تحديا لها وإحباطا لكل أعمالها الاستعمارية وكان من جملة الإجراءات الثأرية التي اتخذتها لتأديب السلطان هو السعي إلى تضييق الخناق على جيشه بناحية وجدة فأغلقت الحدود الجزائرية في وجه ولاة السلطان ووضعت حدا للتسهيلات التي كانت تقدمها من ميناء الغزوات وعزرود بينما فتحت تلك الحدود في وجه أنصار الدعي الفتان أبي حمارة وأباحت لهم أن يقتنوا مشترياتهم من الأسواق الجزائرية وسمحت للتجار الفرنسيين بوهران أن يفدوا عليه وأقرضوه المال وقدموا له السلاح وفي أربع غشت 1906 أمر حاكم الجزائر بإغلاق الحدود في وجه جنود المخزن ومنع كل تعامل تجاري معهم ومصادرة كل ما يصلهم عبر موانئ إقليم وهران بدعوى تعويض بدو وتجار الجزائر عن الخسائر التي أصابتهم من جراء عمليات النهب التي كان يقوم بها الجنود وبهذه المدايقة كان المستعمر يضع اللبنة الأخيرة لغزو وجدة واحتلالها بدعوى نشر الأمن والنظام وليقتل كل اتصال بين وحدات الجيش السلطاني الضائع في المنطقة وقد ساهمت كل هذه المثبتات في خلق مناخ كان له أثره البليغ على معنوية الجيش السلطاني الذي لم يمنعه كثرة عدده من أن يلعق جراح الهزيمة والخزان والضياع في وقت كان المخزن منصرفا عنه في معالجة أدواء أخرى تنهش جسم المغرب وتسير به نحو النهاية المحتومة ورغم النجاح الظاهري لحركة الجيلاني بوحمارة فإنها كانت محكومة بالفشل والموت فإذا ظفرت في الواجهة العسكرية التي تعكس باعتلالها واقع المخزن والمغرب ككل فإنها خابت في واجهات أخرى وكانت لاشيها محتوما حتى وإن لم تتدخل قوة السلطان العسكرية وحتى إن عمرت زمنا طويلا ولعل من أهم أسباب أفول نجم الدعي الفتان سببان رئيسيان هما أولا قوة الحرب الدينية والنفسية التي شنها ضده السلطان وهي تستهدف فضح دجاله وتعرية ادعاءاته وحمل القبائل على نفض طاعته والجد في ملاحقته للقبض عليه أو إقباره أولا فقد وجه السلطان عبد العزيز رسائل إلى قبائل بعينها في الريف يدعوها إلى رد فتنته والمساعدة على استئصال شأفته ومن هذه الرسائل نرد رسالة ملاكية إلى قبيلة بنمسارة بالريف الغربي ومنها نقتطف يقول فقد علمتم ما تظاهر به الفتان الذي استعانى بغياثة على ما سوله الشيطان وصار يسعى في تسويد صحائف رعيتنا السعيدة ويتسبب في حل نظام القبائل بأوهام غير مفيدة وآثر بذلك مخالفة السنة والجماعة والخروج عن الإيمان والطاعة قال عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ومن خرج عن طاعة الإيمان ثم مات فقد مات ميتة جاهلية بسبب تلبيساته وتدليسه استهوى ذوي العقول الحقاف وصار يورطهم في مواقع العقوق والخلاف ويغريهم على الانحلال والانحراف فاقتضى نظرنا الشريف أن نكتب لسائر الصالحين والقبائل في شأن تحصيل الفاسد المذكور ليتحقق لنا من يبادر إلى هذه المزية بعمل مشكور وعليه فنأمركم أن تجعلوا أمره من الأمر المهم الأكيد وتنصبوا له الإرصاد بجهاتكم وعدم إفلاته وتعملوا جهدكم أن يجعل الله مزية التمكين منه على أيديكم وتستوجبوا بها من الجزاء والثواب ما ينجيكم نحول الله ويرضيكم ثانيا طبع السلطان مناشيرا ووزعها في كل ربوع مملكته وخاصة منها التي كانت تحت سطوة الثائر يصف فيها مروقه وغيه وما أصاب الأمة من فساد بسببه ويعد بمنح جوائز مالية للقابض عليه أو لقاتله وهذه أول مرة تأخذ فيها حكومة في المغرب بهذا الأسلوب العصري في التبليغ أشار به ولا شك بعض المستشارين الأوروبيين أو المغارب المتنورين ومن هذه المناشير نقططف قد تحقق عند الخاص والعام أن هذا الرجل الفتان الجيلاني الزرهوني الذي يسمي نفسه بمولاي محمد فتنى المسلمين والمسلمات وتسبب في إهلاك كثير من المؤمنين وشق العصى وقد قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وقال صلى الله عليه وسلم الفتنة نائمة فمن أيقظها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ضعيف وفي الحديث من خرج يدعو إلى نفسه أو إلى غيره وعلى الناس إمام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فاقتلوه وفي الحديث فالمن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام والذي تواثر بالاستفادة هو صدور أمر مولانا العالي بالله بأن هذا المارق إذا تمادى على حربه حتى يقبض حربا فيصلب طبق ما اقتضاه الحكم الشرعي ومن ظفر به من القبائل وأتوا به مقبوضا حيا ينعم عليهم مولانا أمير المؤمنين بخمسين ألف ريال ومن أتى برأسه مقطوعا فله عشرون ألف ريال وهذا الصادر لما كان متحققا تعين إعلام قبائل الإسلام وجميع أهل الملة المحمدية ليتبادر من جعل الله المزية على أيديهم للتقدم والسبقية لهذا العمل الحميد ثالثا استفت السلطان العلماء في الجيلان بوحمار فأصدروا نصائح للرعية تحذر من السقوط في شراك أباطيله ومنها نصيحة وتذكرة من علماء فاس وجهت إلى كافة الأمة ومنها نقتطف الفقرات التالية أما بعد فهذه تذكرة نافعة ونصيحة جامعة صادرة من الواضعين أسمائهم آخرها علماء فاس امتثلوا بها قول الله تعالى في كتابه المبين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين واعملوا فيها بمقتدى قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم في صحيحه وحملهم عليها أيضا الاهتمام بأمور المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم من لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم وقد ذكر العلماء أن من النصيحة لعامة المسلمين تعليم جاهلهم وتنبيه غافلهم ووعظهم في سرهم ونجواهم وإرشادهم إلى ما يصلح دنياهم وأخراهم ولا يخفى أن العلماء خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقد انعقد الإجماع على أنه لا يحل لمرئ أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه إذا تمهد هذا فنقول أن طاعة الإمام الذي بيعته في أعناق الأنام قربة وعبادة والاعتصام بحبلها سعادة وهي واجبة بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فقرن سبحانه طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني رواه البخاري ومسلم إلى غير ذلك من الأحاديث فمن أطاع السلطان فقد أطاع الرحمن والرسول سيد الأكوان ومن خارج عن طاعة السلطان فقد أطاع الشيطان ودخل في حرب أهل الضلال والخسران وأما ما صدر في هذا الزمان من الثائر الفتان من الخروج عن الطاعة وفراق الجماعة ومحاربة جيش السلطان والتلبيس على الناس بالصفصاطة والبهتان فهو من الذنوب الكبائر المذمومة عند الأوائل والأواخر وقد ورد في ذلك وعيد وزجر شديد وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه قل يصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا إلا مات ميتة الجاهلية وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه ولا تنزعوا يدا من طاعة وقال صلى الله عليه وسلم من أهان سلطان الله في أرضه أهانه الله في الأرض أخرجه الترمذي قال بعض العلماء المراد أن الله نصب السلطان فإذا أكرمه الإنسان فقد أكرم من نصبه فيكرمه الله وبالعكس وقد نص الفقهاء على أن حكم القائم على الخليفة حكم المحارب وأخرج مسلم في صحيحه عن عرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه فكيف يلق بالمسلم العاقل أن يتبع هذا الفتان الجاهل في الخروج عن طاعة أمير المؤمنين والدخول في طاعة إخوان الشياطين والوقوع في المحذور والتورط في عظائم الأمور فمنها سفك دماء المسلمين وقد قال تعالى ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وأخرج الترمدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله عز وجل في النار ومنها ترويع المسلمين وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أشار على أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه لأبيه وأمه وأخرج البزار وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تروع المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم وأخرج أبو داود وغيره بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أو مؤمن أن يروع مسلما ومنها انتهاك الأعراض وقد أخرج البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمنا يوم النحر أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ألا فليبلغ الشاهد الغائب ومنها إضاعة المال ونهبه وأكله وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال عليه الصلاة والسلام لا يكتسب عبد المالا حراما فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار وكيف يرضى ذوهمة أن يتبع ذلك الفتان مع ما اشتهر عنه من الكذب والبهتان فمن ذلك كذبه في نسبه حيث زعم وادعى أنه الشريف مولاي محمد ابن مولانا المقدس أمير المؤمنين مولانا الحسن وقد جاء النهي عن الكذب في النسب ففي الصحيحين أن نبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن ذلك كذبه فيما يختلقه ويفتعله من الرسائل والأجوبة مع أن من نسبها إليهم براء منها ومن أقواله وأفعاله وقبائحه وأحواله ولأجل اختلاقه وافتعاله وضعنا خطوطنا عقب هذه الأوراق ليعلم ويتحقق من يقف عليها أنه كاذب فيما عسى أن ينسبه إلينا ومن ذلك رميه جند السلطان وعساكره بالكفر أعاذهم الله منه فإنهم مسلمون وأبناء مسلمين من أهل القبلة المحمدية وقد عد بعض العلماء رمي المسلم بالكفر من الكبائر فقد اتضح الحق وبان وتبين الرشد من الغي بالدليل والبرهان فعلى الواقف على هذه الموعدة الحسنة التذكرة المستحسنة من تلامذتنا وغيرهم من طلبة الجبال وغيرها أن يقرروها لأقوامهم ويتنزلوا معهم حتى تصل إلى أفهامهم ليحيطوا بها علما ويعملوا بمقتضاها ولا يعيروها آذانا صمى وليتوبوا ويرجعوا وينيبوا ويقلعوا ويتأملوا بعقولهم ويتدبروا ولا يضلوا ولا يغتروا ومن أراد منهم التقرب إلى السلطان فليسق إليه ذلك الفتان وليعلموا أن أمير المؤمنين مولانا عبد العزيز أيده الله إمام حليم وشريف حي كريم لا يقابل التائبين إلا بالعفو والصفح والرفق واللين رابعا أطلق السلطان عبد العزيز صراح أخيه الأمير محمد الذي ظل أسير قصر مكناس منذ تنصيب السلطان المذكور على المغرب من قبل الوزير أحمد بن موسى واستقدمه إلى فاس وأدخل إليها في يوم مشهود وصلاحه الوزراء والشرفاء مع أخيه السلطان ودعاه إلى عرض نفسه على الناس ببخالطتهم في الشوارع والساحات العمومية وبالمزارات كمولاي إدريس وسيد أحمد التيجاني حتى يتبين للناس صدق ما يقوله وينشره السلطان وزيف الدعاءات بحمارة وجاء في موعظة علماء فاس السابقة إشارة إلى ذلك في إحدى فقراتها وتقول أن مولاي محمد ها هو الآن بفاس كان قد قدم من مكناسة الزيتون وزار مولانا إدريس وسيد أحمد التيجاني رضي الله عنهما ولا زال هنا يراه الجم الغفير من أهل فاس وغيرهم بين علماء وشرفاء وحملة القرآن وأهل الخير والعامة من الرجال والنساء والصبيال والأحرار والمماليك رؤية عيان لا شك فيها ولا ريب وليس لإنكارها سبيل إذ النهار لا يحتاج إلى دليل وليس الخبر كالعيان وما بعد رؤية البصر عيان وليس مستبعدا أن يزور فاس منذوبون وزوار من القبائل والمدن لمعاينة الأمير الحقيقي إما بدافع من السلطات أو بمحض الاختيار والفضون وقد كان لهذا التدبير أثر كبير في تهدئة الأفكار ورجوع بعض القبائل عن غيها بعدما دخلت في دعوة الدعي ثانيا تعامله المفضوح مع الاستعمار المتحفز ببلاده المغرب أثبت الثائر الجيلاني بما يدعو إلى الشك أنه صنيعة استعمارية وأداة طيعة في يده تمهد لتصربه وتغلغله وليس بأمير نذر نفسه وجنده للجهاد وحماية البلاد من المعتدين الطامعين ثانيا فالثائر كان يمول ويسلح حركته بمال وسلاح فرنسا الاستعمارية وهناك قرائن وشهادات تؤكد ذلك منها رسائل حكومية في الموضوع كالرسالة التي بعث بها وزير خارجية المغرب إبن سليمان إلى النائب للحاج أحمد الطريسي بطنشة سنة 1906 والتي تخبر بأن بوحمارة حصل من فرنسا على عتاد عسكري يتكون من مدفعين وعدد من السكور والقرطوس الرصاص ومنها ما ذكره الباشا منو الذي كان أنيسا للثائر في معتقله من أن هذا الأخير كان له اتصال كبير بفرنسا تؤيده بالسلاح وبالقوة الأدبية وما صرح به وزير خارجية إسبانيا مورا المعاصر لفتنته بقوله إن من المعروف بالتأكيد أن الروكي كان في الجزائر قبل الثورة وأن البناطق التي كان يستعملها أتباعه كانت فرنسية الصنع وأن الذهب والنقود الفرنسية كانت منتشرة بين أتباعه كما أن اليوطي لم يكن يتحرج عن التحدث بصراحة تامة في رسائله عن الفوائد الممكن تحقيقها من ثورة بوحمارة ثانيا كان للثائر بوحمارة مع الاستعمار الإسباني في مليليا علاقات وثيقة فقد كان هذا الأخير يؤيده ويساعده ويسمح له باستيراد ما يشاء عمر بليليا من أسلحة وأدوية وسلع وكانت البواخر من جبل طارق وشركة ألمانية من هانبورغ هانبورغ ومن الولايات المتحدة الأمريكية تفرغ له صنادق من الأسلحة والبارود والملابس على مسمع ومرأة من الحامية الإسبانية ثالثا تستشف علاقته الوطيدة بالاستعمارين الفرنسي والإسباني من خلال خطاب بعث به الثائر بوحمارة إلى السلطات الاستعمارية في الجزائر يدعوها إلى كف يدها عن مساعدة البعثة السلطانية برئاسة أحمد أركينة السابق الإشارة إليها ومما جاء في هذه الرسالة البوحمارية إلى أعقل رؤساء الدولة الإنفرانسيسية المتعين بمدينة وهران أما بعد لم تزل دولتكم هذه مع دولتنا المغربية في أحسن حالة وعذوبة المحاورة ومتن السياسة والمخالطة حتى ثار من لعبت به نفسه الأمارة في أواننا هذه الساعة الذي أراد خراب ديننا والتشيطن في دولتكم من جوارنا عبد العزيز وأتباعه الحال ببلدتكم الآن تواجه قصدا للتشيطن فيما بيننا وبينكم وإرادتهم حسم المصارفة معكم فالشيطان لما ضعفت قوته وخسرت بضاعته بدت منه وسوسة ولما تحقق منهم ذلك حاكم مليليه طردهم عنه وأجابهم في قوله إن كانت لكم طاقة بمن قام لنصرة دينه فابرزوا في بركم لمحاربته وأخرجوا أميركم كخروج الآخر لمبارزته وتركوا التعلق بمن سواكم وإلا سلموا الأمر لمن دهمكم واشتغلوا بأنفسكم ومن استقراء هذه الفقرة من رسالة الثائر نستنتج الخلاصة التالية أن الثائر الجيلاني محمارة هو السلطة الشرعية وما عداه فهو تشيطن ووسوسة ثانيا أن الثائر أقوى من السلطان عبدالعزيز ومخزنه في نفوذه وسطوته ثالثا أن الثائر أنفع للاستعمار الفرنسي ويوهمه بأن نظيره الإسباني قد أدرك الحقيقة وامتنع عن مساعدة البعثة السلطانية رابعا أن العلاقات بين دولة الثائر السلطات الاستعمارية طيبة ومثمرة ويجب أن تبقى كذلك أبدا الظهر أن الجيلاني بحمارة منح للفرنسيين والإسبان امتيازات اقتصادية تقدم ذكرها لاستغلال بعض مناجم الريف ولإغراق السوق الريفية والمغرب الشرقي بالسلع الأوروبية وإعطاء مواطئ قدم للاستعمار الفرنسي والإسباني بالمنطقة وكان الثائر ينوي توسيع دائرة هذه الامتيازات لتشمل بغطائها جهات أخرى لولا مقاومة بعض القبائل خامسا سكت الثائر عن احتلال الفرنسيين لجهات من الصحراء في فيجيك سنة 1903 وعن احتلال مدينة وجدة سنة 1907 وعن احتلال الإسبان لشريط ساحلي طوله 20 كم قريبا من مستعمرتهم مليليا وهو الذي يدعي حمل راية الجهاد والتحرير رغم أن هذه الجهات المغتصبة تقع في حدود دولته بزعمه انفضاح عمالته للاستعمارين الفرنسي والإسباني الأكثر تحرشا باستقلال المغرب وقد أخذ نجمه بالأفول وهو في عز صولته بانفضاد مناصريه ومشايعيه من حوله وتتمثل مظاهر تقهقوري أمر فتنته في أولا مذبحة دار البوزكاوي في غشتنة 1904 نزل الثائر في طريقه لاسترداد مدينة وجدة بذيار قبيلة بني بوزكو أزناتية فبعت إليه زعيمها حمادة ابن المختار بالطاعة والولاء فطلب الثائر مصاهرته على ابنته حتى يربط معه أواصر القرابة والتعاون السياسي والحربي في آن واحد فأجابه حمادة لذلك واقترح عليه أن يوجه إليه نخبة وزرائه وقواده لخطبة العروس ومصاحبتها حين زفها إليه فلب الثائر بوحمار طلبه وبعث له بنحو ثمانين فردا يوجد بينهم صدره الأعظم صالح أتيلمساني مرفقين بنسوة وعشرة بغال محملة بالمهر والهدايا ولما دخلوا دار الزعيم حمادة هشر وبش وبالغ في الإكرام وبسط الموائد والأطعمة فأكلوا وشربوا ثم انبسطوا ثم عرض عليهم دخول الحمام لتغيير كسوتهم أخرجها لهم فتجردوا من سلاحهم ودخلوا الحمامات زرافات فاستحال حماما إذ انقض عليهم رجال قبيلة بني بوزكو فذبحوهم جميعا باستثناء اثنين فراء هما الحاج المزوجي والقائد مزيان الزهراوي ليلتحق حماد البوزكاوي وذويه ورجاله بالجيش السلطاني بمدينة وجدة وقد نوه السلطان مولاي عبد العزيز بعمل القائد حمادة وهنأه على شجاعته وأنعم عليه وعلى ولده محمد بفرصين بسناحهما ومقحلتين وكسوتين وخمسين كسوة لأعيان قبيلته وبعث له على التو بظاهير أكبار وتكريم جاء فيه إننا بحول الله وقوته وشامل يمنه ومنته أسبلنا على ما سكه خديمنا الأنصح الأنجد الأفلح القائد حماد البوزكاوي أردية الحظوة والافتخار وأثبتنا له على صفحات الزمان رسوم العز والعناية والاعتبار وألحقناه بملاحق الرضا والتقريب والإيثار وزدناه على مكانته المحفوظة مكانه ثانيا ابتعاد بعض المحاربين الضارين عن صفه فقد فارقه الطيب البوشيخي وأبيه أبو عمامة وفارقه عبد الملك حفيد المجاهب عبد القادر الجزائري ليلتحقا بجيش السلطان وكان منهم في خدمة السلطان ومحاربة طائفة الفتان ما سارت به الركبان كما فارقه عبد القادر العتيقي المعروف بأبي حاصيره وهو محارب شديد البأس عظيم الذكاء قوي الدهاء والتحق بالجزائر ليقيم في كنف الاستعمار الفرنسي ثالثا رفض كثير من القبائل لطاعته في الريف والمغرب الشرقي ففي الشرق رفضت قبائل أنجاد وبني يزناسن الخضوع لبهتانه وفي الريف الغربي قررت قبائل أنجرة وبني منصور وبني إيدر وغيرها بعد اجتماع في ضريح الولي عبد السلام ابن مشيش عدم الاعتراف بالطاعة والولاء كان ذلك في مارس 1903 وبمقارنة تواريخ صدور مناشير السلطان عبد العزيز ورسائله وتذكرة علمائه مع تاريخ عقاد اجتماع القبائل المذكورة استوعبت فحوى ذعوة السلطان واستجابت له بعد تشاور وتذاكر رابعا خروج بعض القبائل عن طاعته فقبيلة قلعية أعلنت خروجها عن طاعته بسبب انفضاح تعامله مع الاستعمار وهجمت الإسبان العاملين بمناجب منطقة نفوذه وشلت بها العمل وحاربت قبائل بني ورياغل الثائرة رغم ضعف تسلحها وردته على أعقابه لما تأكدت من تواطئه مع الاستعمار ومن نواياه بمنح مناجم جبل حمام الغني بالنحاس والرصاص والواقع في ذيارها إلى الامتيازات الأجنبية وهكذا وجد التائر نفسه بعد نجاح باهر يهوي بسرعة كبيرة نتيجة انكشاف حقيقة أمره ليطبق عليه الجيش السلطاني في غير عناء وهو الذي عانى الأمرين في حربه وملاحقته وإن المتتبع لأطوار فتنة الجيلاني بهمارة يدرك بأن ثورته لم تكن ككل الثورات التي كانت تعصف بجهات من ربوع المغرب قديما وحديثا فصاحبها بحمارة لم يعتمد في إذكائها على عصبية قبلية ولا على دعوة مذهبية ولم يكن يملك من السلاح والنفوذ والحضوة أي شيء يذكر فهو بدأ حركته وحيدا ليس له سوى آتانا واستطاع وفي ظرف وجيز بما يملكه من ذكاء وذهاء ورغبة متقدة في تسنم السلطة أن يؤلب حوله الرجال ويستألف الأبطال ويثير القبائل ويتحدى بهم دولة بجميع أجهزتها ووسائلها ليشيد دولة مترهلة ممسوخة عمرت سبع سنوات ويدين الجيلاني في نجاح ثورته واستمرارها هذه المدة غير القصيرة إلى إتقانه استخدام أمضى الأسلحة في تطويع القبائل واستدراج الرجال وهو الدعوة إلى الجهاد في ظرف تاريخي دقيق وحساس تكاثر فيه عدد الأجانب بالبلاد وتعددت وتشعبت امتيازاتهم الاقتصادية والقضائية وراحت بعض دولهم تقدم أجزاء من التراب المغربي والمخزن ساكت مشغول بالتوافه عاجز والشعب من حوله ينتفذ غيضا وسخطا يبحث عن منقن وهو غير آبه بالصادق في دعواه من الكاذب فانبار أبو حمارة ببلاغته اللغوية والدينية فتزيى بزي البهتان والدجل ونشر حول نفسه هالة من القدسية بانتحال النسب الشريف والدعاء الكرامات والخوارق والتشدق بالجهاد والتحرر وفطن الاستعمار لمآربه الوضيعة فساعده وخطط له وجعل منه أداة ترصف له طريق التغلغل والاحتلال بإشاعة الفوضى ونشر الفتن في المغرب حتى تهن قواه ويسهل ابتلاعه وقد أفلح الجيلاني ولمدة سبع سنوات في الاستياد في الماء العكر وصمد كما يقول المختار السوسي في المقاتلة بحياله ودسائسه قبل خيله ورجله فكانت ثورته كما يقول الأستاذ ألبر عياش أكثر الانتفاضات قوة ووصفها الدكتور محمد خير فارس بأنها كانت شوكة في جنب المغرب تساعد الأجنبية على التدخل في الشؤون المغربية وتسمح بتبريره وعليه كان الجيلاني بوحمارة كما يقول الأستاذ عبد الوهاب ابن منصور أحد كبار الثوار الذين نسفوا استقلال المغرب وعجلوا بخرابه وكان حسب الأستاذ روملاندو عنصرا هداما آخر أدى مع العوامل الأخرى جميعا إلى تقويض سيادة السلطان والمحصلة النهائية هي أن ثورة بوحمارة فتنة ذكية مدمرة استغرقت نحو عقد من الزمن تمخضت عن تشابك مجموعة من الأدواء التي أصابت جسم المغرب من الداخل والخارج لتخلق أدواء جديدة استفحلت معها علة البلاد وساهمت جميعها في قتل استقلالها لتخضعها إلى مشرجة الأمبريالية الجشعة تم الكتاب بفضل الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر